بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الألي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس نهاردا حلقة مختلفة زي ما حضراتكم متعودين مننا دايماً منكون مع حضراتكم النهاردا الساعة 10 ولكن النهاردا أجلنا طبعاً طلعنا مع حضراتكم لغاية الساعة 11 لحين انتهاء مباراة منتخبنا الوطني ضد منتخب أنجولا منتخب مصر بيفوز على منتخب أنجولا بهدف مقابل لشيء الحقيقة في مباراة يعني متوسطة المستوى خلينا نقول إن هي مباراة متوسطة المستوى الحقيقة قبل ما نتكلم هي مرضية بالنسبة للنتيجة قبل أي شيء ثلاث نقاط هامة جدا في بداية مسيرتك خصوصا إن ليبيا كانت كسبانة يعني قبل ما خش ليبيا أحرزت هدف في دقيقة 91 أو دقيقة 92 وقدرت إنها تفوز على الجابون بهدفين مقابل هدف وبالتالي المجموعة دي ولعت الجابون إحنا عندنا المباراة يوم خمسة إن شاء الله هتبقى في الجابون الجابون هتبقى عايزة تكسب عشان ترجع للمجموعة مرة تانية ومصر عايزة تكسب عشان تقضي على المجموعة مرة تانية أو تكون هي الأولى في هذه المجموعة وبالتالي المباراة القادمة هي مفتاح هذه المجموعة إن شاء الله لو ربنا كرمنا وقدرنا نكسب المنتخب الجابوني هتبقى عندنا فرصة كبيرة جدا جدا ومن بدري فرصة كبيرة ومن بدر ان شاء الله ان ربنا يكرمنا ونكون اول هذه المجموعة وبعد كده بقى نشوف بقى في النهاية ان شاء الله حنقابل مين لان زي ما حضراتكم عارفين نظام الصعود لكأس العالم السنة دي مختلف شوية انت هتلعب في المجموعة اول المجموعة هيخش فيه قرعة تانية مع بلاي اوف هتلعب مباراة رايح جاي على الصعود بعد ما تطلع اول المجموعة اذا طلعت اول المجموعة هتلعب بعدها مباراة على بلاي اوف ان هو مباراة رايح ومباراة جاي مين اللي هيصعد ممكن تقابل الجزائر ممكن تقابل المغرب ممكن تقابل تونس ممكن محدش عارف انت ممكن تقابل مين لسه حيبان خلال الفترة القادمة ولكن خلينا في اللي احنا فيه مباراة النهاردة هي مرضية بالنسبة للنتيجة مرضية بالنسبة للنتيجة ثلاثة نقاط في بداية تصفيات كأس العالم قطر 2022 اعتقد هتبقى بداية جيدة من ناحية النتيجة ولكن كلام كتير جدا 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 على شكل الفريق وعلى مستوى الفريق وانا قلت لحضراتكم الكلام ده تقريبا من اسبوع او من عشر تيام لما كنا بنتكلم عن النادي الاهلي النادي الاهلي لعبت النادي الاهلي وهم عشر لعبين بالمناسبة كابتل حسام النهاردة كان في بداية تشكيله في المباراة كان لعب محمد الشناوي في حراسة المرمة باهر المحمدي باك رايت احمد ابو الفتوح باك شمال الوينش وحجازي اتنين استوبارين وطرق حامد وعمر السلية وحسين الشحات وزيزو احمد سيد زيزو ومجدي افشا ومحمد شريف لو شفت اللاعبة اللي موجودة خمسة لعب اهلي اربعة لعيبة زمالك واحد لعيب اسماعيلي واحمد حجازي التحجد فبالتالي انت عندك عشر لعبين من القوام الرئيسي اللي بيلعبوا هم كانوا مضغوطين جدا 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 خلال الفترة الاخيرة بعد نهاية المباريات كانوا او نهاية البطولة الافريقية للنادي الاهلي عندك الخمس لعبين اللي كانوا بيلعبوا النهاردة في التشكيلة الرئيسية كان عندهم اجهات كبير جدا ليه علشان كانت كل تلات يام مباراة واحيانا كل يومين مباراة واحنا كنا بنتكلم دايما على هذا الامر ان احنا اه طبعا عايزين نكسب الدولي وعايزين في ساعتها يعني النادي الاهلي ولكن كنا دايما بنقول يا جماعة بصوا على المنتخب المنتخب اللاعبة هتخلص ممتشاتها يوم ستة وعشرين ولا سبعة وعشرين وتاخد مش هتلحق تاخد اجازة وتروح تلعب يوم واحد وتلعب يوم خمسة تلعب يوم خمسة في الجابون يعني اللاعبة النهاردة هيريحوا اعتقد بكرة الصبح مسافرين هقول لحضراتكم من خلال الاخبار اللي عندنا فعشان كده يعني حيسافروا يوم الجمعة ان شاء الله اعتقد ان هي مباراة صعبة جدا 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 مباراة الجابون القادمة خصوصا بعد المستوى المتوسط اللي احنا شفناه النهاردة واللي اتفرج على مباراة ليبيا والجابون لأ منتخبين كويسين عندهم قدرة ان هم يلعبوا على كرة على الارض وليبيا منتخب جيد الجابون منتخب جيد بيلعبوا كرة بشكل جيد جدا على الارض انا كنتم بتفرج على المباراتين هنا جدا على التليفون الليبيا والجابون كنتم بتفرج عليه على التليفون ومباراة منتخب النواطم بتفرج عليه على التليفزيون فبالتالي لا منتخب ليبيا منتخب جيد حيتعبنا لو فضلنا بهذا المستوى بهذا الشكل منتخب الجابون حيتعبنا لو فضلنا بهذا المستوى بهذا الشكل ممكن تكون المباراة الاولى لسه مفيش تجانس ملحقش يلعب مطشاط ودية اللاعبين ما لحقوش يلعبوا متشاط ودية ولكن هو كابتن حسام اعتمد زي ما قلت لكم على خمس لعبين من النادي الاهلي محمد الشنوي، حسين الشحات، سلية، محمد شريف ومحمد شريف ومجدي أفش خمس لعبين من النادي الاهلي ونحي التانية من الزمالك الوينش وأحمد أبو الفتوح وطرق حامد وأحمد سيد زيزو هذه خمسة واربعة وباهر باكرايت من الإسماعيلي وأحمد حجازي من اتحاد جدا نتمنى أن احنا محمد صلاح بيتقال أنه هو ممكن يلحق المباراة القادمة مش عارفين محمد صلاح ونني هل ممكن يبقى ليهم دور لكن احنا طبعا عايزين نشوف محمد صلاح ونني ولكن وجود محمد صلاح هيفرق كتير جدا جدا في المباراة القادمة بياخد حتى عينين الناس يعني الناس كلها بتروح على محمد صلاح وبتشوف محمد صلاح أو بتبص على محمد صلاح في كرة واحدة ممكن يخلص لك المباراة لأن مثل هذه المباراة هي مباراة صعبة وأنا وجهة نظري أن مباراة الجابون هي مفتاح إن شاء الله التأهل إلى الدور الإقصائي بعد كده إن شاء الله ربنا يكرمنا بس نتأهل كأول عن هذه المجموعة اللي أنا شايفها مجموعة ليست بالمجموعة السهلة ليست بالمجموعة السهلة وبالتالي هي مباراة النهاردة هنتكلم فيها كتير جدا جدا مع نجمنا الكبار اللي هيكونوا موجودين معانا إن شاء الله النهاردة نجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم ونجم الكبير الكابتن علاء ميهوب ونجم الكبير الكابتن عدل عبد الرحمن هيكونوا معانا النهاردة في الفقرة التانية هنتكلم عن أهم النقاط الفنية في هذه المباراة ونهاية بقى موسم للنادي الأهلي نبدأ نتكلم برضو بقى على الموسم اللي جاي والصفقات الجديدة ونعرف وجهة نظر خبراءنا اللي هيكونوا موجودين معانا إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة زي ما قلت لحضراتكم مش عايزين نظلم منتخبنا الوطني عايزين نقف وراء في ظهر منتخبنا آه المباراة ما تجي تتفرج عليها هي مباراة ليست جيدة مباراة ليست جيدة ولكن خدت منها الثلاث نقاط وهو الأهم في أي شيء فأتمنى إن شاء الله إن ربنا يكرمنا إن شاء الله يوم خمسة تسعة مباراة الجابون هتبقى هي الأهم وهي مفتاح إن شاء الله الوصول إلى الأدوار أو الدور الإقصائي بعد نهاية أدوار المجموعة إن شاء الله شهر تسعة فيه مباراتين شهر عشرة فيه مباراتين شهر أحداشر فيه مباراتين واللي بعد كده هيتأهل هيلعب أعتقد في مارس ويبان بقى مين اللي هيوصل إن شاء الله إلى كأس العالم القادم في قطر أتمنى طبعا أن يكون منتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري وقيادة المجموعة الجهاز الفني بالكامل كابتن طارق مصطفى كابتن أحمد أيوب كابتن سيد معوض أيضا كابتن محمد بركات مدير المنتخب نتمنى لهم يا رب بكل التوفيق إن شاء الله في المبارات القادمة النهاردة بالمناسبة وإحنا بنتكلم النادي الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الكؤوس لكرة اليد رجال النهاردة فوزنا على فريق من أنجولا وصعدنا إلى الدور النهائي إن شاء الله ربنا يكرمنا الدور النهائي يوم الخميس إن شاء الله حيتلعب بكرة إن شاء الله حيتلعب المباراة النهائية وإن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أن يفوز بهذه البطولة وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونعود بهذه البطولة مرة أخرى لدولاب النادي الأهلي المليء بالبطولات زي ما حضراتكم شايفين البعثة الرسمية للنادي الأهلي برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان متواجد مع البعثة من أول يوم وزي ما حضراتكم شايفين البعثة يعني بقى لهم حوالي عشر تيام الحقيقة وكل ما بيبقى معنا كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد دايما كان بيكلمنا على أن هم قاعدين في بابل بالفعل ما بيطلعوش برة أو في فقاعة ما بيطلعوش برة الفندق هو أكل وشرب وتمرين ومباريات فقط ما حدش بيعمل أي حاجة تانية فمن الواضح أن الحمد لله والشكر لله أن الأمور جاية بشكل جيد عدينا دوري المجموعات وصلنا لدور الستاشر كسبنا وصلنا لدور التمانية كسبنا وصلنا لدور قبل النهائي الحمد لله ربنا كرمنا وصلنا إلى المباراة النهائية إن شاء الله بكرة ربنا يكرمنا ونستطيع أن نفوذ في هذه المباراة ويعود هؤلاء الأبطال إن شاء الله إن شاء الله بالكاس من المغرب فأنا أتمنى يا رب كل التوفيق لبعثة منتخبنا الوطني لبعثة النادي الأهلي في المغرب وإن شاء الله هنحاول نجيب لحضراتكم كابتن ياسر الرملي رئيس جهاز الكورة برضو نتطمن منه على الفريق وإن شاء الله نتطمن على الاستعدادات غدا في أي وقت شباب لو يعني هو دلوقتي ما بيردش في أي وقت لما يوصلوا له دخلوا معنا في أي وقت برضو نتطمن ونطمن جمهور النادي الأهلي على بعثتنا بعثة النادي الأهلي الموجودة في المغرب لملاقات أو بعد الوصول للمباراة النهائية إن شاء الله كلنا بكرة نفرح وكلنا نتبسط يا رب إن شاء الله لو أحد مش عايز يقاطع علشان تبقى فرحة جديدة دائما النادي الأهلي بيفرحنا ودائما النادي الأهلي بيخلينا مبسوطين إن شاء الله بكرة تبقى فرحة ويستطيع رجال كرة اليد أن يعودوا بكأس الكؤوس الإفريقية إن شاء الله من المغرب زي ما حضراتكم عارفين طبعا مجدي أفشة هو اللي سجل الهدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أنا الحقيقة شايفها ركلة جزاء صحيحة 100% وجهة نظر أنا وأنا بتكلم برة في البعض شايف إن هي ليست ركلة جزاء لا أنا شايفها ركلة جزاء لأنه اللاعب بعد ما طلع الكرة شال أحمد أبو الفتوح فأنا شايفها ركلة جزاء وبرضه حاولوا تجبولنا كابت الناصر عباسي يا جماعة برضه نسمع منه نشوف وجهة نظره في هذا الأمر هل هي بالفعل ركلة جزاء ولا لا ولكن أنا شايفها بنسبة 95% هي ركلة جزاء بالزبط هي كرة عدت وهو كمل لاعب أنجولا كمل في أحمد أبو الفتوح خلي بالحضراتكم إحنا برضه نقصين اتنين لاعبين نقصين محمد صلاح ونقصين النني وتريزيجيه طبعا إن شاء الله لما يعود من الإصابة يعود مرة أخرى للمنتخب الوطني تلاتة دولة أعتقد حيفرقوا كتير جدا ولكن عايز أقول لحضراتكم إن فريق أنجولا أو منتخب أنجولا ومنتخب الليبي عايز يكسب فهتبقى مباراة صعبة جدا pour lebya ولمنتخب أنجولا لو منتخب أنجولا كسب منتخب lebya وإحنا إن شاء الله إن شاء الله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب منتخب الجابون إن شاء الله تبقى المجموعة قرابت جدا جدا لأن المتش اللي بعده إتعندك المباراة الثالثة منتخب الليبيا هيبقى المباراة هنا فهتبقى إن شاء الله الأمور أفضل بكتير جدا 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 أنا شايف أن المباراة القادمة أمام منتخب الجابون هتبقى هي المفتاح لهذه المجموعة ربنا يكرمنا إن شاء الله ونستطيع أن نفوز في هذه المباراة برضو عايز أتكلم مع حضراتكم من انباح الحقيقة جاءت أخبار إن موعد جديد للسوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي لو تفتكروا حضراتكم كده من يومين أو من ثلاثة أيام في أول الإسبوع أنا قلت لحضراتكم خبر يعني يمكن إحنا انفرضنا به هنا في البيت الكبير لجمهور النادي الأهلي والجمهور المصري الحقيقة لأن النادي الأهلي في كأس العالم الأندية بيمثل مصر بيمثل مصر وهو كان خبر يعني مهم جدا والناس كلها تنقلته عن البيت الكبير الحقيقة إن بنسبة 95% أو أكتر إن مباراة كأس العالم حتؤجل من ديسمبر إلى شهر فبراير وستقام يا إما في الدوحة أو في أبو ظبي إذا اليابان ما إدرتش إن هي تنظم البطولة لأن اليابان قالت إن الموعد المناسب لها هو نهاية شهر ديسمبر أو من يوم 10 ديسمبر ليوم 20 ديسمبر تعرفين اليابانيين بيبقوا يعني دقيقين جدا في كل شيء فقلت لحضراتكم إن المباراة بنسبة كبيرة جدا حتنقل إلى الدوحة أو إلى أبو ظبي وبالتالي يتم تأجيلها إن شاء الله إلى فبراير القادم ويعني أعتقد إن موعد جديد للسوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء أعتقد إن ده هيبقى دليل على الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم لأنه الموعد الجديد المقترح هو بعد نهاية كأس العرب المقامة في الدوحة إن شاء الله في الفترة ما بين 9 و18 أو أعتقد 8 و18 تنتهي يوم 18 و12 وبالتالي كان من المفترض إن كأس العالم حيتلعب من يوم 9 إلى يوم 18 وبالتالي تم تأجيل كأس العالم إلى شهر فبراير مباراة السوبر الإفريقي سيتم تأجيلها إلى أعتقد موعد مقترح 24 أو 25 ديسمبر في نهاية هذا العام نادي الأهلي سيلاقي نادي الرجاء في السوبر الإفريقي موعد لسه مقترح وليس موعد نهائي يوم 24 أو 25 ديسمبر 2021 اللي إحنا فيها نهاية هذا الموسم لما نشوف إيه اللي هيحصل كده يبقى إحنا الأمور شكلها رايحة زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة الأكبر إن كأس العالم يتم تأجيلها إلى شهر فبراير القادم علشان إن شاء الله إن شاء الله يبقى لسه عندنا الفترة اللي جاية فيه إيه بقى في كاس العرب في أول 12 عندنا بعديه كاس السوبر الإفريقي عندنا بعديه كاس الأمم الأفريقية عندنا بعديه كاس العالم للأندية إن شاء الله في شهر 12 برضو ده موعد مقترح في شهر 2 يبقى كده أربع بطولات ولا بعض الله يكون فعون غير مبارتين كل شهر في شهر 9 مبارتين شهر 10 مبارتين شهر 11 مبارتين تدقى من 12 تلعب كاس العرب وتلعب السوبر الإفريقي ثم بعد كده تلعب كاس الأمم الأفريقية في شهر يناير ثم تلعب كاس العالم للأندية في شهر فبراير ولسه تبقى السوبر المصري ما نشوفها يتحدد إمتى وبداية الدوري في كل هذه الأجندة المزدحمة جدا 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 سواء للمنتخب الوطني أو للنادي الأهلي المنتخب الوطني أجندة مزدحمة جدا والنادي الأهلي أجندة مزدحمة جدا مش عارفين بصراحة الدنيا هتبقى ماشية إزاي لأنها هتبقى الأمور صعبة جدا 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 والتأجيلات يعني إحنا السنة اللي فاتت كنا زعلانين جدا من موضوع التأجيلات المباريات السنة دي أول ما تقال إن القرعة هتتعامل يوم الثلاث كان مبارح اتأجلت فالقرعة كلها ما لقيوش مباراة تأجلوها فأجلوا القرعة كلها القرعة كلها اتأجلت يعني لغاية لما نشوف بقى حيحصل إيه خلال الفترة اللي جاية حاجة لتعاملت الجيدة الحقيقة برضو بما إننا بنتكلم على انتقاد لاتحاد كرة القدم بنتكلم عن حاجة جيدة إن هو قفل إن ما فيش مباريات لغاية يوم 21 سبتمبر وده كان مهم جدا 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 في ظل حالة الإجهاد الكبيرة جدا لكل اللاعبين في مصر لإن الفترة الأخيرة كان فيها ضغط مباريات كبير جدا جدا وكان واضح النهاردة على المنتخب الوطني كان واضح وبشدة على منتخبنا الوطني أنا متخيل الكابتن حسام البدري بتصريحاته أنا لسه ما شفتش تصريحات الكابتن حسام ولكن أنا متأكد أنه هيقول لك ضغط المباريات وإن ما فيش وقت للتجميع اللاعبين قبل المباريات أو قبل المباريات تصريحات كأس العالم فبالتالي هو ده المستوى المهم إن احنا خدنا ثلاث نقاط مش هيقول حاجة غير كده لأنه هو ده اللي قدامنا وهو ده اللي احنا شايفينه خلال الفترة السابقة وبالتالي موعد جديد وهو موعد مقترح للسوبر الإفريقي ما بين النادي الأهلي والرجاء المغربي يوم 24 أو 25 ديسمبر المقبل إن شاء الله سيكون هذه المباراة ستقام في العاصمة القتلية الدوحة النهاردة حسام حسن النجم المنضم حديثا للنادي الأهلي نشر الموقع الرسمي لنادي الأهلي حوار مع كابتن حسام حسن حسن قال فيه انضمامي للأهلي تأخر 15 سنة أنتمي لعائلة أهلوية وانتصارات النادي مصدر سعادتها دائما قال أيضا كابتن حسام حسن لم يحلفني التوفيق عندما تقدمت الاختبارات النادي في 2006 والحمد لله بعد 15 سنة حققت حلمي الذي لم أتخلى عنه يوما تلقيت عروضا بمبالغ كبيرة لكن الأهلي لا يقارن بأحد ولم أتردد لحظة في الموافقة على عرض النادي الأهلي الحقيقة الكلمة دي أو السطر ده بالنسبة لي سطر مهم جدا 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 لأنه هناك البعض كان بيحاول دائما أنه هو يقول أن الجنيه بتاعة النادي الأهلي زيه زي أي جنيه تاني ما عنديش مشكلة ولكن هناك فيه تفكير مختلف يعني إيه تفكير مختلف يعني ممكن يكون بالنسبة لنا الجنيه في النادي الأهلي أفضل من 20 ألف جنيه بره اللي بيفرق في الكلام اللي أنا بقوله ده إيه التفكير الشخصية التفكير والشخصية ممكن جدا حد تاني يكون تفكيره وشخصيته لأ أنا توتو عليك الجنيه هو الجنيه بالنسبة لي هو الجنيه أهم حاجة وعلى فاكرة ما عنديش مشكلة أن حد يكون بيفكر في هذا الشكل ما عنديش أي مشكلة خالص في هذا الأمر ولكن أنا بتكلم على التفكير بصوا حضرتك حسام حسن واللي أنا عارفه طبعا لأن أنا عارف القصة كلها من أولة لأخيرة فاللي أنا عارفه أن حسام بالفعل سيبك من الزمالك والبيرامدس أو سيبك من الزمالك تحديدا مش أصدي على الزمالك عشان برضو الناس ما تفهمش كلامي لكن حسام اتعرض عليه مبالغ أكتر من المبالغ اللي خدها في النادي الأهلي مش عايز أقول لحضراتكو بس مبلغ مبالغ فيه ولا حاجة لكن هو مثلا لو بياخد جنيه في النادي الأهلي كان معروض عليه جنيه ونص مش اتنين جنيه ولا تلاتة جنيه ولا حاجة كان معروض عليه جنيه ونص ونص جنيه في المبلغ اللي كان معروض على الحسام هو نص جنيه كان كتير كان سهل جدا جدا لو هو تفكيره وشخصيته إن الجنيه جوه الأهلي مختلف هو اللي خلاه ينضي للنادي الأهلي وهو اللي خلاه لا ينسى أو عايز حلمه في أي وقت لكن الجنيه بالمناسبة النص جنيه الفرق اللي أنا بتكلم فيه على حسام حسن ما هو السنة اللي فاتت اللاعبين خدوا خمس ست بطولات خمس ست بطولات دول يجيبولك أكتر من كده بكتير وتالت العالم يجيبولك أكتر من كده بكتير فهو الحقيقة دايما اللي أنا بقوله أنا بس بنتهز فرصة السطر اللي أنا قريته لحسام لها تلقيت عروض بمبالغ مالية كبيرة لكن الأهلي لا يقارن بأحد ولم أتردد لحظة في الموافقة على عرض النادي الأهلي النادي الأهلي لما بيجي خش بيقرض عليك فلوس كويسة بالمناسبة يعني النادي الأهلي من الأندية اللي بتعرض فلوس بشكل جيد ولكن مش زيه زيه هناك أندية أخرى في مصر بتدفع ضعف وضعفين النادي الأهلي ولكن اسم النادي الأهلي بتلاتين ضعف باربعين ضعف قول زي ما أنت عايز تقول ولكن الكلام اللي أنا بقوله ده شخصيات وتفكير شخصيات وتفكير ممكن شخصي يقولك لا أنا أخد عشرة جنيه برة وأحسن من الخمسة جنيه اللي هخدها في الأهلي في واحد تاني يقولك لا أنا أخد اتنين جنيه في الأهلي وما أخدش خمسة ولا ستة برة هي شخصيات وتفكير لأن النادي الأهلي ببطولاته بلاش بطولاته جمهوره تخيل حضرتك أن أنت معاك في ظهرك سبعين تمانين مليون أهلاوي تخيل أنت بتمشي في أي حتة بتروح أي بنزينة تخش أي ماشي في الشارع داخل مول داخل أي حاجة بتلاقي دايما النسبة الأكبر جايلك وبتسلم عليك وتقولك أنا أهلاوي وبحبك لو أنت أهلاوي لو أنت لعب في الأهلي حب الناس ده لوحده بملايين كتيرة جدا 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 أحسن ما تمشي تستخبى من الناس أو تستخبى من الأهلاوية هم مش هيعملو لك حاجة ولكن نظرة العين بس نظرة العين فالحقيقة كلام حسام حسن النهاردة خلاني أتذكر هذه المقولة أن دايما النادي الأهلي مختلف النادي الأهلي مش بفلوسه النادي الأهلي على الرغم من النادي الأهلي بيراعي لعبته جدا 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 وبيديهم مبالغ كويسة جدا 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 تتناسب مع النادي الأهلي ومع مدخلات النادي الأهلي أو الفلوس اللي بتخش للنادي الأهلي ولكن لقب نادي القرن لا يقدر بثمن لقب نادي القرن أو بلاش لقب أو اسم النادي الأهلي أن هو يتحط على ظهرك كده وأن الناس تقول أن أنت أهلاوي دي بالنسبة لنا وبالنسبة اللاعبين كتير جدا أعتقد أن ده شيء مختلف تماما 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 عن أي حاجة قال أيضا كابتن حسام حسن علاقتي مميزة بمعظم اللاعبين لأننا تزاملنا في المنتخبات وارتبط بصدقة قوية مع ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وكذلك أفشة ومحمد شريف واثق من احتواء لعيب الفريق لأي وافد جديد أتمنى تتويج تخيل حضرتك أن حسام وكريم فؤاد وبرسي تاو وميكي سوني الرباعي ده للغاية دلوقتي تعقد معهم النادي الأهلي تخيل أن هما ممكن يكونوا في شهر 12 اللي جاي معهم بطولة ممكن جدا لو ربنا كرمنا وروحنا لعبنا السوبر لو كان في شهر 9 كان حيلعبوا في شهر 9 وإن شاء الله كان ربنا يكرمنا ونقدر ناخد هذه البطولة كان ممكن يبقى في شهر واحد بس ممكن يكون خد بطولة دلوقتي البطولة اتأجلت لشهر 12 يعني ممكن شهر الـ 12 اللي جاي تلاقي الرباعي ده واخد بطولة هو ده النادي الأهلي هو ده الفرق ما بين النادي الأهلي هو ده الطموح الحقيقي بالنسبة لكل واحد عنده طموح حقيقي طموح أنه هو ياخد بطولات طموح أنه هو يكسب طموح أنه هو يخلص بطولة يخش في التانية حتجيب لك الفلوس البطولات حتجيب لك الفلوس يكفي حب جمهور النادي الأهلي لأي حد قال أيضا الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو مثلي الأعلى وتواجدي في الأهلي فرصة لتحقيق حلمي بأن ألتقي به والخطيب أسطورة وملهم للأجيال وشرف لأي لاعب أن يقتدي به أيضا قال بدون شك اللاعب تحت قيادة بيتسو موسيماني شرف لأي لاعب وهو مدير فني صاحب تاريخ كبير وصاحب رؤية قال نهائي العشرة كنت أشعر بأن اللقب قريب للغاية أتمنى أن أنجح برفقة الفريق بالفوز باللقب الحداشر وهو ده اللي احنا مستنين منك أحساب كل جمهور النادي الأهلي ينتظر وينظر للاعبي الجدد والقدامى اللي موجودين في النادي الأهلي احنا عايزين اللقب الحداشر وعايزين اللقب تلاتة واربعين في الدوري وعايزين اللقب تمانية وتلاتين في الكاس هو ده النادي الأهلي هو ده أو هو ده تفكير جمهور النادي الأهلي فحسام من الواضح من طريقة كلامه هو وكريم فؤاد احنا لسه ما شفناش بيرسيتا وما شفناش ميكسوني هيعملوا ايه ولكن او ما تكلموش لسه مع النادي فبالتالي واضح جدا ان حسام وكريم فؤاد عندهم عقلية النادي الاهلي عندهم طموح النادي الاهلي عايزين اللي النادي الاهلي بيدور عليه اللي هو كيف يمكن ان تفوز بالبطولات وما تشبعش يعني ازاي حتقدر تفوز بالبطولة وما تشبعش وتخش في البطولة اللي بعد كده هو ده الفارق الكبير ما بين النادي الاهلي واي حد تالي وما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر وبالتالي ان شاء الله ربنا يكرم كان معايا مبارح الكابتن احمد ناجي واتكلمت معايا عن امور كثيرة جدا قال لي عقلية حسام حسن تتناسب مع عقلية الاهلي وانا اثق في نجاح ده كابتن احمد ناجي قال كده قال انا اثق في نجاح حسام حسن مع النادي الاهلي والحقيقة انا كاسلام بقى بثق في رؤية الكابتن احمد ناجي ان شاء الله حسام حسن يقدر يعمل حاجة مع فريق النادي الاهلي ان شاء الله يكون اضافة جيدة يلعب او ما يلعبش مش هقدر اتكلم في هذا الامر زي ما قلت لحضراتكم من ساعة ما بيتم التفاوض مع حسام حسن او مع غير حسام حسن طبعا احنا بيبقى عندنا معلومات ومعلومات واضحة وصريحة لكل اللي بيحصل ولكن احنا ما ننفعش نطلع نقول حاجة يا جماعة عشان برضو لكل مشاهدي قناة الاهلي ولكل جمهور النادي الاهلي احنا ما ننفعش نطلع نقول حاجة عشان الناس بس اصلا بسعب تبقى زعلانة مننا شوية في هذا الامر ولكن بالفعل يا جماعة طبعا بيبقى عندنا معلومات ومعلومات موثقة وحقيقية وكل حاجة وعارفين الدنيا ماشية ازاي ولكن في النهاية عندنا السياسة بيتباحها مجلس ادارة النادي الاهلي ولازم ان احنا كمان نتبع هذه السياسة اللي هي ايه لا يمكن الاعلان عن اي تفاوض او اي شيء الا بعد انتهاء التفاوض والاعلان الرسمي من النادي الاهلي مش من اي حتة تانية هذه هي السياسة اللي دايما بنمشي عليها ولكن لو تاخدوا بالكم من كلامنا خلال الفترة اللي فاتت كان فيه دايما تطمينات ان احنا عندنا صفقات جيدة جاية الناس اللي كانت بتتكلم الفترة لفيته قولك النادي الاهلي الاول مرة في حياته يعلن عن قبل ما يتم الاعلان بشكل رسمي النادي الاهلي بيعلن انا عايز بس حد ييجي يقول لي مسؤول في النادي الاهلي او في مجلس ادارته او في ادارة التعاقدات او في ادارة القرى قال ان احنا تعاقدنا مع حد قبل ما يتم الاعلان بشكل رسمي نفسي حد ناس كلها طلعب بتجتهد وطلعب تعمل طب انا هعمل ايه ما هو ده اسم النادي الاهلي الناس دايما بتجتهد عليه وعايزين يعرفه مين اللعيبة اللي جاية كل واحد بيجتهد له اجره وثوابه ولكن في نفس الوقت مفيش مسؤول داخل النادي الاهلي طلع قال انا بتفاوض مع فلان ولا اعلان ولا ترتاب ما حصلش النادي الاهلي لما تفاوض وخلص اعلن لما تفاوض وخلص التفاوض وخلص كل حاجة بيختار او ادارة الكرة بتختار وقت الاعلان وبيتم الاعلان عن الصفقات اللي بيتم الاعلان عنها وده الشكل اللي دايما بنمشي به داخل النادي الاهلي واحنا عمرنا ما حنوحيد عن هذا الامر بنبقى زي ما قلت لحضراتكم مش بتكلم على نفسي انا بتكلم على كل المجموعة اللي موجودة في قناة النادي الاهلي بيبقى عندنا معلومات كتير ومهمة ومعلومات عارفينها وعارفين اللي بيحصل ولكن احنا دايما مع سياسة النادي الاهلي وسياسة مجلس ادارة النادي الاهلي في كل شيء إن شاء الله منتخبنا الوطني حيسافر يوم الجمعة لمواجهة الجابون خلاص إن شاء الله يوم الجمعة حيسافر المنتخب على متن طائرة خاصة وده الأفضل بيني وبينكو يروح الجمعة يرعب الحد يرجع الاتنين على طول علشان بيني وبينكو اللاعبين محتاجين إن هم يريحوا محتاجين جدا جدا إن هم يريحوا خصوصا لعبة الأهلي والزمالك والإسماعيلي اللي هو الخمسة الأهلي اللاعبوا النهاردة والأربعة زمالك وباهر العشرة دول محتاجين فعلا إن هم يريحوا فعلا لإنه مباراة من مباراة المباراة المباراة من بطولة لبطولة وإن شاء الله رب أنا يكرمهم في مباراة يوم الحد القادم أمام منتخب الجابون دي كانت أخبارنا النهاردة زي ما حضراتكم عارفين ما فيش أخبار كتيرة عن النادي الأهلي النادي الأهلي في أجازة نادي الأهلي عايزين اللاعبين يستمتعوا قدر الإمكان بالأجازة اللي هم فيها علشان هيرجعوا على ضغوط كبيرة جدا بداية دوري والكاس هنشوف هنعمل فيه خلال الفترة اللي جاية وبعد كده سوبر إفريقي وبعد كده منتخبات ولسه لسه سنة فيها كتير جدا فما عندناش أخبار كتيرة تخص النادي الأهلي الحمد لله الأمور مستقرة الأمور هادية كل الناس في أجازتها إن شاء الله لما ترجع الناس من الأجازات هيبقى عندنا كل الأخبار اللي حضراتكم دايما بتستنوها مننا من شاشة قناة النادي الأهلي خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل ثلاثة من النجوم الكبار النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير الكابتن علاء ميهوب والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن هيكونوا متواجدين معايا في البيت الكبير لتحليل مباراة المنتخب الوطني في أولى المباريات في تصفيات كأس العالم 2022 قطر مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب أنجولا وفوز منتخبنا الوطني بهدف مقابل لشيء أيضا النجوم اللي هيكونوا معنا بعد قليل هنسألهم عن موسم النادي الأهلي وكيف يستعد النادي الأهلي للموسم القادم ووجهة نظرهم في صفقات النادي الأهلي بعد الفاصل استضيف نجومنا الكبار أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب ضيوفنا ونجومنا الكبار النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم زي كابتن شريف كابتن إسلام وحيح الحمد لله الحمد لله أيضا النجم الكبير كابتن عدل عبد الحمد لله أهلا كابتن إسلام يعلم بيك سنة يعني يا جماعة شطورة حضراتكم بس عارفين كابتن شريف وبعدين الكابتن عليك وبعدين الكابتن عدل يعني عشان تبقوا حضراتكم عارفين أنا صغر من نومي يجبقى شين سنة كده شين سنة انت لعبت معايا يا كابتن عليك وبان لا بان عليك لا أنا لعب بان عليك سنة لا الحق نعليك لا لا ملعبتش معايا كده مرنت معايا مرنت آه يعني وانا كان عندي ساعتها 13 سنة اقول لك حاجة تعال ولا علي زمان كافيه كيجيوان وكيجيوان استعال في الاسلام الحيني اه في الولومبي اه في الولومبي كابتن علاء اسلام كلس انا كنت فاكر المقش اللي هو كابتن علاء كان جاب فيه هدف في النادل الالي واعدي عيط اه انا كنت قادة احتياطي انا دمعت على اللي هو عمل اه اه والله العظيم يعني قاعد يلف البعيد عن لف الاستاذ كله عشان ما اقدرش يلعب تاني لا لا خلاص والكابتن علاء عمل معي وحاجة يمكن هو الكابتن انور سلامة في اول منزلة ارض الملعب في حياتي اه فالكابتن انور ندى لكابتن علاء قال له خد قال له ده يلعب اه النهاردة معك لعب لعبه في الملعب يعني لعبني في الملعب والكابتن علاء جابني قال لي بص كان عندي ساعتها 16 سنة وعمل يكبر فيك خد بالك اه اه الكابتن علاء عنده 22 سنة اه فالكابتن علاء قال لي تعال اقول لك حاجة بص اول ما تشوف الكرة في رجدي اجري في اي حتة هتلاقي قدامك سلام وده كان بيحصل لدرجة ان انا رحت قلت له كابتن انا مش قادر لاني عادي جريني كتير يجريني يقولي يلعب يلعب عشان الناس تعرفك والناس تشاهد يعني لما كابتن علاء جيه الاولومبي ما كناش مصدقين بقى علاء ميهوب جاي الاولومبي فطبعا كان دايما بيبقى بيتمرن وبتاع وكل حاجة بس يعني ايه عارف اللي هو ايه بتحس ان هو يا جماعة انا بقى النادي الاهلي برضو يعني انت فاهم فما كان الكابتن علاء جيه كنا موهمين ان الكابتن علاء ميهوب معنا في النادي الاولمبي طبعا لانه الوقت ده تحديدا وهي المباراة دي وجاب جنه شكرا خلاص كده جماعة بطل بس اقول لك حاجة بمتال امانة يا كابتن اسلام بجد والله اه مش هزار طيب مش هزار؟ كابتن علاء ميهوب كابتن شريف اتكلم الاول على الكابتن شريف من افضل الطرف الشمال اللي يقدر يلعب في الوقت الحالي كان الكابتن شريف لدرجة ان فيه مقشة اهل وزمالك اه نادي الزمالك كله فرح انه لما اقتردت فيه كان مقشة ايه اربعة اتنين كابتن اتنين سفر اتنين سفر اما كابتن علاء بجد منتال امانة لعيب سابق عصم كان معانا كان بيعرف يتحكم في رتم لعبنا كان يعلينا ويهد الملعب وبعدين من الهافات اللي كان بيلعب الهاف بتاع الزمن ده اللي هو القادمين من الخلف بس اتلاقي كابتن علاء بيلعب هفبك لكن هداف من هدافين الفرق دي حقيقة يعني لا انا تشرفت الحقيقة بان انا اكون موجود مع كابتن علاء ومع حضرتك ومع كابتن شريف طبعا كابتن شريف يمكن ملحقناش فرجنا على اليوتيوب بس يعني عليه فبالنسبة لي طبعا شرف كبير جدا ان انا كون موجود مع حضراتكم في وسط هذه المجموعة العملاقة الكبيرة يعني سواء داخل النادي الاهلي او في منتخب الوطني كابتن شريف بما ان انا بنتكلم عن المنتخب الوطني النهاردة كان تشكيل مكون من محمد الشناوي خمسة اهلي اربعة زمالك واحد اسماعيلي واحد التحجد محمد الشناوي بهر المحمدي الونش واحمد حجازي واحمد ابو الفتوح السلية وطرق حامد الشحات حسين الشحات واحمد سيد زيزو مجدي افشا ومحمد شريف يعني احنا كنا لسه بنتكلم هل في افضل من كده؟ ليس في الامكان احسن من مكان انا دائم بحط نفسي مكان مدير فني او كابتن حسام او الراجل اللي بيبقى مسؤول الحقيقة فكل الناس اجتمعت قبل المباراة وقالت الهدف الاول انه لازم تفوز ولكن اه لازم نفوز كل حاجة بس لازم ده يواكب اداء يواكب حالة بدانية احنا شفناها مش متطمنين اكد وكل ما كانش متطمن برضه قولك فيه فصول بردة بتحصل في اللي قال اول دايما في الحكايات دي والغلطة الكبيرة انهم سهلوا على لعبة مصر ان انجولا فرقة مش قد كده يعني نص ونص اه او يجوز هم عارفين عندهم غيابات كتير وحاجات كده اتناشر لعب اه فبقى لك بقى هناك لما هيروحوا بالاتناشر لعب دول ويكتملوا وانت عندك اتنين تلاتة برضه مهمين جدا طبعا يعني لما يكون مع عمك صلاح والنني وتريزيجين ان شاء الله لما يرجع بالسلامة اعتقد هذا الثلاثة حيفرق كتير جد اكيد لكن اه حسام البدري واللعيبة النهاردة الحقيقة ما تقدرش انا ما اقدرش هلعب في الفرقة دي احسن من كده من الرؤية الاخيرة للخروج من المبارات الدوري اللي كانت موجودة والحالة اللي كانوا عليها اللعيبة كمان فيه لعيبة خرجت مصابة فيه لعيب زي اكرم توفيق كان حالته جيدة جدا جاله اصابة في الملعب انا ما شفتش بس النهاردة التأخرات والغيابات والآ فعلا حسيت بيا بعد الماتشات يعني ايو يعني حسيت ان اكرم لو كان في الناحية اليمين كان هيبقى فارق شوية عن باهر في المروح والرجوع طبعا لان باهر بقى له فترة برضو كابتن شريف بقى له فترة مش بتاعته ولا يحسب عليها اه ممكنش هتلاقي الدربات السابتة اللي بتجينا من ناحية الشمال دي على طول راجل بيعدي على طول راجل عنده الاول خطوطين اسرع من المحيال كانت العلاق احنا كان عندنا مشكلة في ناحية الشمال النهاردة ناحية الشمال اه وناحية اليمين حتة اللجومية اسلام كانت مكادش بالقدر الكافي اللي انت عايزه اه اصلا انت متميز حتة الاطراف دي دايما عندك الاطراف انت متميز فيها ايه لكن هو انت نهاردة المشكلة مش في الاطراف المشكلة هي كانت في طريقة لعبك في شكل ادائك انت نهاردة كان كل ادائك بتعتمد على كرة طويلة برضو دي كانت يعني غريبة شوي غريبة على فريق مصر انه عندك الاسامي دي هستي لعبت كورة طويلة قوي والكورة طويلة ما بتلعبش محمد مش محمد شريف تلعب علي كورة طويلة صح يعني ممكن كوكا تتابعك ورد ويليك انت محتاج تستعمل العناس الموجودة عندك في المالة عشان كده هيضطر في الشمال انا طبعا بتفهم معاك كان في قصور شوية في حتة الهجمية كمان حتى في الاحة الدفاعية والدفاعية الاتنين كمان يا اسلام انك لو لو شفت ملخص كده مباراة وحتى وانت تتفرج هتلاقي كل المشاكل كانت عندك دايما الاطراف يعني اول فرصة جات للانجولا من يحد الشمال اه درب الجزاء على طول فانت النهاردة كان عندك وكان طبعا الراجل كان نحت باهر كان بيكمل كتير قوي لكن انا بتفهم معاك ان باهر بعيدة على الحتة دي شوية لكن هي حتة اصالة اكرم كان هو الحاجة المناسبة او كانت رح اسمه يعني هو ده المناسب ان هو يلعب في المكان ده اي لكن الاداء كله حتى يعني كانت رح اسمه قال كمان الاداء مش هو ده الاداء لكن انت كان عندك هدف والهدف اللي هو الاول ثلاث نقاط من نهار وهو ده اللي حصل بالزبط يا اسلام دي اول خطوة انت دايما اي حتى لما بتبص على المباراة بتاخد منها اول حاجة بالنسبة لك مهمة اول حاجة نهاردة مهمة ثلاث نقاط الاداء هيتحسن انت عندك برضو غيبات اول مباراة النهاردة اخل بالك اللعيبة دي برضو مجهدة جدا يا اسلام طيب هل ده نعتبره مبرر يا كابتن عادل ان احنا لما بنتكلم عن اداء سيء او اداء متوسط بلاش سيء اداء متوسط يبقى بنتكلم عن اجهاد مية في المية واحنا كلنا وحضراتكم عارفين لعبته وعارفين يعني ايه تلعب مباراة لتلات يام لمدة شهرين او تلاتة او اربعة فهل ده يعتبر مبرر لكابتن حسيم للشكل او الاداء اللي ظهر بيه منتخبنا النهاردة هو هو اكيد هيبقى مبرر ليه طبعا ولكن فيه نقطة عايزة اتكلم فيها انه ده وقت التاكتيكس المختلف عن التاكتيكس بتاعك بيتكى مدرب التاكتيك بتعليعب ممكن انت في بداية السنة بتلعب به بتلعب بتاكتيك وممكن انت في بداية السنة طالما عندك اجهاد يبقى مفيش طويل لان الطويل بيخليك تعمل مسافات طويلة وترجع لازم يبقى الليه بيبقى قريب من بعد نقل بالباص بالتحرك بالحاجات اللي هي بس ما فيش نفس اليام يا كابتن يعني برضو ما هو هيجي هيرد عليك يقولك ايه طب ما هو انا ما جمعتش الفرقة ده انا جمعتش جاي يوم سبعة وعشرين الى تمانية وعشرين التجمع ولعب المطش يوم واحد في الشهر يعني ما عادش تلات اربعة ايام انا موافق ولكن في نقطة علشان كده بنتكلم على خمسة اهل اربعة زمالك واحد اسماعيلي ما هو ده بعد اسماعيلي واحد اتحاد جده طبعا واحد اتحاد جده لو هو واحد جازي بس احجازي برضو قريب من لعيبة الاهل ولعيبة المنتخب يعني خلي بالك كابتن اسلام في الوقت الحالي حتة التجانس احنا يعني اه لعيبة الكورة مبقى زي زمان التجانس ده بيعتبر مثلا انت بالفكر تجانس بالفكر انت لعبت معي كتير واشتغلت معي كتير واقدر ان انا اديك المهام لكن انا بتكلم على تكتيك اخر الموسم تكتيك الاجهاد في وانت بتلعب مباريات وانت بتلعب مباريات بتلعب مباريات تكتيك الاجهاد اللي هو ما توسعش المساحات قوي ما تخليش الفرقة التانية دايما تودك لحتة الجاري الكتير لحتة الضغط عليك كتير لازم يبقى انت شارك متوسط في مساحات اقل شوية من المساحات الكبيرة اللي انت بتشتغل بها ولكن في الاخر قادر اقولك في عزر اللعيبة المنتخب طبعا لكن تغيير التكتيك ده كلمة مهمة جدا كلمة حاجة بتقولها مهمة جدا انا كابتن وكابتن شريف احنا دلوقتي معلش يا سامير لو سمحت هتلينا الصورة مرة تانية الصورة اللي قدامنا دي كان من الواضح ان منتخب انجولا عارف ان احنا عندنا ممكن اشترك كلنا في الكلام مع كابتن شريف ان من الواضح يا كابتن شريف ان منتخب انجولا عارف عندنا اجهات كبير وبالتالي عامل علينا فضل عامل ضغط علينا وعمل بريس وانت كمان في الشكل الملعب اول ما ابتده الملعب حاسيت ان احسام عايز يعمل توازن دفاعي ورد فعل وفي ظلنا كده التسعين دي بقينا رد فعل في المباراة على اساس انت ميخش في الجول والحمد لله ان انت عدى منك تلات كور مسامي معشوائيين او عرضيات او غلطات منك من اللعيبة ده في وقت لايه الاولادين بتاعة الوينش لا الوينش بيوقف على قدال الوينش اه دي كمان كان حكاية اقول اقول اصلاحها الطريق حامل بس اقول لك حاجة انجولا من بداية ماورا بطلعبك كده اه بنضحف عليك يعني المنظر اللي انت شفته الوينش وهو ده كان متوقع كابتن العلاق لا انا من انجولا كابتن العلاق اه غريبة ولا انا انت لعبه كده اه طريقة لعبه المدرب نفسه اه نفسه بقى نرجع للكلمة اللي قالها يا كابتن عادل ان هو تغيير التكتيك هو شايف ان ده التكتيك بتاعه فحيلعب هو هقول لك حاجة كمان معرفش من وجهة نظري الكابتن حسان ما كانش عنده تحضير اللقطة اللحجة الفنة دي ان هو الضغط من قدام قوي بالنسبة له ارباكو شوية على تده الغيتي ديها تمانية وسبعين كما لعبتش بالكورة اه ما انا كنت لسه نقلت فيها 12 نقلة وراحت انتهت مع رمضان لو نقلها النقلة اللي بعدها اعطاكك المختب اهدف عايز اقول كلمة يمكن يمكن الراجل مدرب انجولا من اهم اسباب انه ضغط عليك على ملعبك عدم وجود محمد صلاح علشان كده الضغط عليك هو مش يعني انتخب مصر بوجود محمد صلاح في القور المرتدة ممكن يخلي في المساحة ممكن يخلي انجولا يلعب تلت ملعب يلعب في الاخر عندك عشان يقفل على صلاح لما لقى صلاح وانت دي زيجيه كمان مش موجودين فدون من اللي بيعملوا السرعات اللي بيعملوا سرعات قدام محمد صلاح العيب كبير وكل يخاف منه يعني فعشان كده هو تجرق انه يعمل البرس عليك من قدام ويخلاك انت دايما تحت ضغط وخلاك انت اللي تغلط وتلعب الكرة الطويلة وهو اللي يلم ويلعب يعني هو في الاخر يا كابتل شريف انجولا لعبتنا في طرقتها وبعدين برضو في مساحات كبيرة بين الخطوط عندنا طيب بص كم واحد يا كابتل شريف معامل الهاجبة دي بص كم واحد ستة اصفر عندهم الرغبة عندهم الرغبة والشايفين ملعب مبتوح وعندهم سرعات في الكرة اللي بيني وبينك على طول هما المستحوذين شجده انا استحضرت روح النيني قلت هل لو النيني كان موجود النهاردة كانت الحاجات الدقيقة والزغيرة دي كان هيبقى عنده سرعة في الكرة التانية انا بقول هل معنىش هو اصلي انني هو السلية هو طارق وحمد فتح يعني المكان ده مليء مليء بالنقى تحسك بشيف انهم كلهم نسخة واحدة انت كان لسه بيقول عليك بتعرف تعمل الحركة ولقيك في نفس الوقت تعمل ريتم انني عنده ريتم الوحيدة كان بيعملها عمر بس عمر ما بيعملهش مع متخب عمر ما بيعملهش مع متخب لكن مع النادي الاهل عمر السلية حتى كنا منتكلم في سوقات دايم انا بساما عشان كده انا اقصد ان هو ممكن يكون تكليف من كابت حسان اه اه انا معاك طوام بتتفي معاك لكن انت دايما محتاج واحد من الاتنين هو اللي يلعبك لكن انت النهاردة يعني الاستحواز كان لقى انجول اشان انت انت عملت حاجة انك بتلعب اللعبة طويل فانت لغى نص الملعب كرة طويلة كلمة عليها عادي الوقتي انت لغيت نص ملعبك لغيت نص ملعبك انت فقدت كتير اوي انجولا النهاردة من بداية الوراء بتحضر من التمانتاشر من عندهم هما بيحضروا وعندهم صغف نفسهم ومعنديش مشكلة لكن احنا ما عملناهش يا اسلام عندهم رقم تسعة يا كابتن عادل في وسط الملعب ايه اللي هو بشعر اه لعيب كويس اه انا كنت كتب ايه لعيب كويس اوي تسعة دا المهاجم بتاعهم المهاجم لا دا واحد تاني واحد عشر اللي في نص ايه انا عادل تسعة دا المهاجم لا بوسط كابتن كمان اللي اتنين دولا بيلعبوا بحرية لا مركزية الاتنين تلاقي واحد هو اللي بيلعبهم نص ملعب مش تسعة صحيح احيانا احيانا تلاقي تسعة وممكن يبقى قدام وينزف سبعتاشر ويه الامر في الاخر اني اني لازم ايه ايه او دا اللي علينا سبوتة كابتن مزبوط مزبوط دا لعيب كويس اوي اه والحاجة المهمة اللي انا عايز اقولها ان انت مكنش عندك محمد صلاح وترسي جيه اه اوكي بصها كابتن اسلام انت طول الوقت بتعتمد على محمد صلاح ايه دا مشكلتك في المنتخب القومي بقالك من اربع اخمس سنين حتى انا كنت بقول ان محمد صلاح مع المدربين الجامدين يبقى مفيد زيادة مع المدربين المتوسطين دايما يبقى يقلل شوية من تكتيك المدرب لو هو ما عملش بديل صلاح يعني انا محمد صلاح النهار دا ملعبش عندك الفرصة اللي كانت بتيجي من ناحية اليمين وسرعات لعيب وتنقل هنا لا يعني برضو بس هو يا كابتن شريف النهار دا حتى حسين وزيزو مش هو حسين الاهلي ومش هو زيزو الزمالك بصراحة لو في ساعات بص يا اسلام احنا بنلعب بمباريات بنتوفق في اول كم كرة تنهي الكرة دي كابتن زيزو عملها لحسين بصراحة كان حيب اقول ان هنتوفق في كور لو جات لحسين وعملها بطن رجل وهي نازلة اللي عادي بتاعنا احنا اللي احنا حفظينه كله بيقولك لا دا ما يحطها بيشمال الكرة دي كانت حلوة جدا ملعوبة كويس زيزو شاف حسين قاطع عملها له عشرة على عشرة اطبطني رجل هو من بعد كده ما شوفناش ولا زيزو ولا حسين عشان الحالة اللي انتو قلت عليها فيه اجهاد تحركات لازم تواكب اللي معاك كرة على طول يعني اول ما افشب بيستلم الكرة لازم اتنين تلاتة هيبقوا طلعين له اللي هو المسلس اللي احنا بنكلم عنه هيبقى فيه سهولة انما حتى انجولا لقيت ان كل العيون وكل اللي رايحوا وكل اللي جايوا ولي بعمل عرضيات كلها محمد شريف لوحده زيزو بيخش في الكور حتى الطويلة انا ما شوفش زيزو غير في الكرة اللي خبط فيها في الجون لما طلع بره وخبطوا في بعض وهو ما عملش حاجة للجون دا الجون هو اللي راح خبط فيه حاول في كم كرة انما انت اصلا مش قادر تستحوذ طول نص ملعبك غير انك انت الكرة التانية مش بتاعتك وبعدين فيه برضو ميز باس بيبقى حاص فيه انت بتعمل كونتر اتاك ورايح تعمل كده لا كرة قطعت منك بترد تاني بالما بترد بكل انتشارة بتاعهم وهم اسرع مننا سرعات بجد لما انا بشوف النهاردة اي لعب نص ملعب عندنا وفيه كرة مشتركة بينه بينا هم هم هندهم سرعة اكتر مني وبيدوسوا عندهم ثقة كمان بس انت اللي ديتهم الثقة دي فالقيت نفس انا رد فعلي طول المباراة طول المباراة بحاول ان انا بقى موجود الحاجة الوحيدة اللي ملازماني الهدف الاوليين اللي احنا جبناه ضربتك والثقة ان هم انجولا مش انجولا الوقت اللي انا شوفته النهاردة ان كلمة انجولا كانت بالنسبة لي مرايحاني نفسيا انا كلاعب فبلعب الاساس ده بعمل كرة بنكشها عايز اعمل وانتو اقدر اجيب جوف في اي وقت بالاحساس ده وجاتلك كم كرة بس برضو ده كابتن قال لا حتى مشوفناهوش بمعنى يعني وانت قاعد النهاردة تتفرج على المطش وانت قاعد تتفرج على المطش النهاردة اه لعبة مجهدة واحنا واحنا كلنا مقتنعين بهذا الكلام معرفش عادلاتكم انا مقتنع بالكلام لكن انا شايف ان اللعبة مجهدة او كل حاجة بس حتى يعني المطش مش يعني مش حارفة مش حارفة وصلها للجن يعني عايز مطش في الدوري هي مجهدين بس في حاجات كمان الاساسيات اللي بتلعب عليها مش موجودة يعني انا تعبان زي ما كابتن عادل قال كده قالك ايه كرة طويلة ما عملهاش اعمل ايه همشي كرة على الارض شوية همسك نفسي شوية هو لازم يبقى لك نظام لعبة يا اسلام وليك تسلسل في انك تبدأ الهجمة انت بتبدأ الهجم مش الناوي لطويلة فانت لغيت كل الناس اللي هم هيدوك الشكل هيدوك ادائك انا معاك يا اسلام لكن انت ما انت ابتدت شغطة خلاص طويلة فهتروع بتلعب على شريف النص الملعب ده انتهى يعني مفيش ولا السلية ولا طاري ولا الوحيد بقى اللي بيعملك البصل اللي هو الاخير البصل حلو اللي بيعملك الريتم بتاع المبرزة ما نحن تتكلفين هو محمد مجدي انت لغيته تماما لازم تبدأ هجمتك مش عايز اقول زي انجولة عشان عيب لكن لازم تبدأ انت يعني لعبتك تبدأ الهجمة كده وهم عندهم امكانيات دي انا مطلوبش حاجة غريبة بس انت انا بتفعل معاك ان انت حتى الاساسيات اللي انت بتعود عليها مكش موجودة النهاردة يعني بصراحة كابتن حسام في كلامه يا كابتن عادل برضو كابتن علاء اللي بيقول يا دلوقتي كابتن حسام قال انه هو مش مبسوط من المش طبعا يعني كويس ان الكابتن حسام قال كده لانه الحقيقة يعني مكانش متوقع حتى عارفين احنا كلنا كابتن حاليا فمش متوقع انه اقول كده لكن هو يقول كده معناها انه فعلا مش راضي عن الاداة هو حاس ان في عنده مشكلة بدنية اه حاسس انه عنده مشكلة في الايجاد اوكي ولكن حتى كمان مشكلته في اللعيبة اللي مجاتش اللي هو اه طبعا والتاني يقول ايه يا كابتن مديني التاني بتاع انجولا يقول ايه اتناشر تقريبا اتناشر لعيب منهم تمانية انا موافق من اللعيبة التقال الحلوين يعني بس انا موافقك لكن انت صلاح محمد صلاح عقيقة ولا انني في الوقت الحالي ولا تريزيجية لما يتعب يعني تلات لعيبة انت بتتكلم في منتخب مصر ممكن يكون لعيب بيمثلك خمسين في المئة من المنتخبك ممكن تمانية لعيبة يمثله ستين سبعين ثمانين في المئة من اللعب من المنتخب لكن انا بتكلم على انك انت المشكلة الكبيرة كانت النهاردة في التكتيج بتاع كابتن حسام الحاجة الوحيدة اللي انا اخذت عليه رغم ان انا بقوله ان الاداء بتاعه النهاردة اداء التلاتة بنت ده كان افضل حاجة في المباراة انك انت تاخد التلاتة بنت انا هنسى وانت هتنسى لما هنوصل للماتش الفاصل ان احنا الروح بيكسل علي بس احنا عايزين ان اوصل حاجة الوحيدة للنهاردة اللي انا شفت انه هو مقدرش يحل اللغز ده حتة عدم السيطرة على الكورة في النص التاني في النص ملعب انجولا دي بيتمثل ايه كابتن اسلام دي حاجة مهمة انك انت لما بتقف على الكورة حوالي خمسة وعشرين لتلاتين ثانية او اربعين ثانية مدافعينك ونص الملعب بياخدوا نفس وبيقفوا في الاجهاد اللي انت فيه لما يقفوا هيطلعوا الكورة صح لكن الكورة كانت رايحة جاية اللي حصل مع الاجهاد ان انت ما عرفتش تلم نفسك في نص الملعب انجولا كانت افضل منك طول المباراة عندها افضلية ثقة ما تفهمش مش تعبانين مش عارف هم اخفاف كمان ما لعبوش يعني انت اتكلمنا على الاثناشر الاساسيين بتاعهم بيلعبوا في اوروبا الاثناشر ففيه اجهاد بيلعبوا كل ثلاث اربعة ايام والسنة خلصت والحاجات دي وبدأوا السنة الجديدة والاعداد الجديد لكن دول ممكن يكونوا في بيلعبوا يعني عايز في اندية اقل شوية ولكن بياخدوا راحات كويسة وممكن يكون جعانين عايزين لعبوا جعانين كرة يعني والاثناشر الكبار اللي بيلعبوا فرصة ان انا احطي اسم معاهم ايوه كبت شريف مصطفى محمد مصطفى محمد من اللاعبين اللي كانوا المفروض ينضموا للمنتخب ويكون متواجد مع المنتخب ولكن اه مصطفى فين يعني اعتقد ان كان ممكن جدا لدور خصوصا في الكرة الكرات الطويلة اللي احنا بنعملها هي مش شريف يعني الكرات الطويلة دي مش شريف او في حالة اطرافك لما توقع شغالها كويس على رأيك يعني اه هو يبقى موجود ومفيد جدا ممكن موضوع فرنسا ده برضو مؤثر فيه بشكله او باخر لان انا برضو اريد تصريحات لكابتن حسين كمان بيتكلم عنا ان مصطفى كان لازم يلتزم من اول يوم هو اجيب ان اخر يعني الارضة كان قاعد في المدرجات فا انا كمان يعني بضيف على مصطفى محمد محمد شريف يعني انت هتفكر في في مصطفى انا لازم فكر في محمد شريف داعم كمان لان انا بشوف مصطفى في البطولة الافريقية بتاعة عشرين سنة كان على طوله خانو اتنين كان هو بياخد كل الحاجات اللي بيروحها الاولانية هي التانية بيعرف اللعبها هو بدماغه كويس او المنطقة دي هو اكتسب كمان خبرة فيها اكتسب شكل احترافي كمان راح سافر به بره ولعب بره من نفس الشكل دا بس مصطفى محمد حيقابل اللي قابله محمد شريف لو لعب لوحده اوكي فاحنا لو ناحية الشمال دي اتعامت بمحمد شريف هتفرق كتير اوكي بس انا عصد كابتن برضو كابتن عادل ان محمد شريف طريقة بس لعبه مختلفة عن اوكي بس بيقدر بيسرق من الجنب يبقى على ايه سنترفيرو التاني في المنطقة محمد اوكي ده لما احسين الشحات بيبقى رايق قوي وفيتك الفيتنس كويس قوي وبيقطع الحتة اللي قطحها النهاردة مرة في المباراة دي يتغير مباراة بحالها يعني الجوني التاني دا لو دخل انت ممكن ادائك تعرف تعمل الغيقاء ويفكر الجهاز الفني من بره انه مجال الفني من بره واقف اتخدع اتخدع في ان نص ما لعبه الضرب ما هو برضه اتخدع دي برضه اتخدع عكابتن الانجولي دي اه لانه هل ما هو عارف لعبته وعارف حالتهم وعارف حالة الدور المصري وعارف كل حاجة وعارف انجولا بس هو كمان في حاجة النهاردة حصرت ان هو اخد منك البداية اني بداية الموراة انفراد لانجولا يعني دي الهجمة الوحيدة اللي كممكن تزيزي اه يعني هو طبعا التصرف برضه النهاردة تحس ان التصرف اللعبة الزهني نفسه في اه بجد يعني اه اه يعني تحس ان برضه يعني الكرة دي لو جات لزيزو في وقت الوقت ده وهو يعني زهنه صافي مش مضغوط اعتقد انه ممكن اعملها من فوق الجول سهلة جدا اوه العطاف التانية بدل يعني كان التصرف هبقى احسن من كده كان التصرف هبقى احسن من كده حتى لو بدخلتش حتى لو بدخلت بس انك التصرف احسن من كده حسين الشاحات كل حاجات زينية انت بتاخد الاخر قرار اخر قرار بالنسبة حسين الشاحات ما يوش كده هو لو تفرج عليها يقول ان ايه اللي عملته ده نفس الكلام عند زيزو هي التصرف الاخير انت زيني انت زينك مصافر لحيب الكرة لو زيني وتعبان التصرف وحش الموضوع مش موضوع جري الموضوع مش موضوع جري وفتنس وكده لكن النهاردة كمان في خطأ ما حصل يا اسلامك ولم تكنك فينا وانت انجولا اخدت منك البداية وديه في بداية المفراد هو حتى لو الان شوية لك لما يوصل الانفراد حتى بعد البنالتي اه بالضبط من حافظك ان الفنش فتاحه موحش اول هو حتى كمان بعد البنالت هو مرجعش يا ساموه نفسه عشان كيف يقولك واضح ان دي طريقة طريقة لعب المدير الفاني الانجولي هو خلاص طريقة لعبه دي وحتى ما لعبك انك يلعب كده مش هيقفل هيقابلك مقدام واضح ان هو عنده صغف نفسه وصغف لعبته ودي مهمة جدا عكسك النهاردة انت انا نهاردة طبعا كابتل حسام قال الشكل الاداء مش عاجبني وهتطور ودي حاجة ممتازة لكن احنا نهاردة اخدنا عصلا حاجة التلات نقاط ان احنا نوصل ان احنا ناخد التلات نقاط ومعد كده يوم خمسة يحلها الف حلات والحاجة المهمة انت كنت بتتكلم فيها اللي هو عدا موجود مصطفى محمد مخل الكورة طويلة مفيش محطة عندك هو ده؟ هو مصطفى يدر يعملك محطة يدر يخليك تيجي محمد شريف دايما بيحب ياخد السروع على قدام على قدام زي حتى الكورة اللي ات عملت بالعرض ويحطها في البعيدة هو عايز جيد جول مجد افشح حتى هالو في حتة فاضية طب وهنا السؤال بقى انا لو عندي لعيبة كويسة بس مجهدة قوي ولعب اقل منه شوية بس فريش اعلاعب مين في وقت ده؟ عن اه خلي كابتن علاء وكابتن ده سؤال مهم طبعا ده سؤال مهم لا لا وفيه شؤال تاني بيتصيب المتابعة ولو انت مكان حسين بدل كنت هتعمل ليه النهاردة اما نطلع نطلعه طالعهم يا كابتن شريف مش كده نطلع فاصل ونعود الاسلام نطلع فاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزيزي المشاهدين الكابتن عادل يا كابتن شريف كان بيسأل سؤال مهم جدا المجهد وهو مية في المية فنيا ولا واحد سبعين تمانين في المية بس مش مجهد زيوه ده مش مجهد وبعدين احنا في منتخب اللعيبة كلها اي كلاس الصفوة الصفوة اللي هي موجودة في البلد الصفوة اللي انا شايفها بعنايا جواكر يعني انا عندي كذا لعيب يقدر يلعب في كذا مكان زي باحب زي اكرم زي اي حد بيبقى موجودة عنده يقدر يلعب هنا وهنا 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 فكلمة ده عادل صح ان هو الفريش وهو يعني عادل بيقصد كده مش كده انما انت لو انت مكان حسام هجلت حدير الموتش ده ازاي وفاكد ده ما عليك قالك فقدنا الهوية في الاول فقدنا البداية ثلاث كور هالاجهات بان اه ما كنتش افتح الملعب مادئي يعني الملعب ملعبش طويل خالص يعني حتة اللعبة الطويل ده مخليك انك انت مجهد فبتزيد اجهاد حاجة التانية المهمة ايو اصلا انت عارف يا كابتن برضو الكرة الطويلة عشرين تلاتين اربعين خمسين يارد فانت مضطر كباك تطلع وراها تطلع ملعبك لازم ايه كم بس في حاجة كمان يعني انت تكلم طبعا صح انت المشكلة كمان بعد الكرة الطويلة الكرة التانية انت فائدها وفاقينها بالزبط ما هدي برمش اطول واقوى واكتر مشكلة عندك عادل انت عارف انا ممكن نعب الكرة الطويلة امتى لما لعبت تنتقل لكن انت بتلعبها من البداية فلعبتك قدامك اللي هو نص الملعب وبلما بيروحوا النص التاني بتكون التانية راحت منه فانت خسران كيلو متر في الجاري في الفرقة الليها بدون داعي ده رقم واحد رقم اثنين خسران الكرة التانية رقم ثلاثة والمهم انت مساحب القرار جوى الملعب كلاعيب في منتقى بمصر دلوقتي يمكن انت اللي خلاك قليت في عدد الهجمات اللي ليك الخطيرة على الجون بتاعت انجولا انك انت من صاحب القرار الاول صاحب القرار الاول اللي بيستحوز على اللعب وبيستحوز على الكرة التانية ايه ده اللي هو بيبقى الفعل والكابت انجلي بقى الكلمة حلوة في البداية قال احنا رد فعل النهاردة رد فعل دي بالنسبة لك المنتخب مصر حاجة مش كويسة لا مش كويسة طبعا ما هو ازاي 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 نادر اوي كمان انا الفعل الميرد على الارضي ده المفين استحواز راح منك ودي من الحاجات برضو غريبة ان استحواز يروح متخب مصر دي يعني احنا دايما كانت مسلا مدرب واحنا كنا العيبة في الاهلي اه كان يقول لك ايه واحنا تعبانين احنا مش تعبانين باص امسك الكرة باص يعني احنا كلنا لعبة كرة وعارفين ما هو انت تعبان هتعمل ايه هتدي لي لفشح بس هي برضو اسلام هيبقى اتنين تلاتة بس بصها بصها بتغييرة عبدالب عايز حد يمسك له الكرة هي المشكلة كمان انت المشكلة كمان ما احترمت كامل اللعيب انت معدكش عادي امسك الكرة في الملعب تعيزت اللعيب برضو مش رايحة يعني السكة كمان شوية رايحة لا ما هي السكة رايحة وانت تعبانين امسك الكرة ماشا امسك الكرة امسك الكرة دي عايز الناس تبقى كلها قرائبة من بعض في العادي بيتكلم كلهم وبعدين في حاجة كمان حصلت ناردة انت عندك كمية تمريرات خطأ كتير فانت حتى لو حاولت تمسك كرة انت بتخطق في التمرير وتمرير اخطاء غير مبررة انا زمان كنا منشغل كنت بكتبها في ورقة على ايدي لما كانوا بلعبوا على مستر مانوال كنت بكتب التمريرات غير مبررة دي كنت بحسبها لهم كل واحد في ملعب من عشان كده بقولها ان انت ما ينفعش بقى وقف لوحدك وانت لعيب يعني في نادي الاهل او في متخب مصر وبس كرة غالص للخص وسهلة ما لقاش مبررة يا كابشريك النهاردة كتير النهاردة الميز باس كتير جدا وغير مبررة يا اسلام التحرك يعني احنا دايما بنتكلم حرجعك للاجهات برضو انا مش قادر اجلي انا عايز اجيلك كده اجيلك الزامنة مش قادر انا اقول لك كابتن اسلام احنا في الوقت ده بنعمل البدايل بتاعتنا من بداية كلامي قلت لك التاكتكس بتاع الوقت ده غير بتاع شار اتنين غير بتاع اول بدون اجهاد انا بتكلم في الوقت الحالي على انك انت يعني احنا بنقولها عشان تتحرك كويس لازم تشتغل بالطريقة الهرمية دي كرة القدم في العالم كله اللي هو الهرم المثلث واحد اتنين وثلاثة ويجيلك واحد من ناحية التانية عشان تنقل هنا وتغير الناحية التانية علشان تعمل الاجهاد للفرقة التانية وبعدين عايز اقول لك انك انت في تحرك سالس وبتتحرك مترين تلاتة علشان تستلم لكن في تحرك الكرة الطويلة ده انت بتتحركها لخمسين متر فما بتقدرش بص يا كابتن هنا دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اوكي يعني بس برضو هم ضغطين عليك واحنا ما عندناش حد بيتحرك احنا عشان الفيديو مش شغال ما ينفعش مش شغال يعني انا 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 شفتها اه محبتش كم بيتحرك لكن انت اساسا كل واقف الباك يمين وقف ناحية اليمين خلينا ننقل نعلى تانية في انجولا في انجولا هتلعى اربعة اتنين ثلاثة واحد لا بغية لا يبقى في تغيير طبقه هو كان لازم يبتلي كده اربعة ثلاثة اربعة ثلاثة اتنين واحد انجولا في انجولا ده لسه ممكن تكون الدنيا بانت بس هو بس الصورة اللي احنا شفناها دي يا كابتان اسلام لما يبقى العشرة انت ما عندكش اي طريقة هرمية في اللعبة في النقل اهي لو جبناها تاني هبص تلاقي بص مثلا التلاتة اللعيبة القريبين من بعض واحسن الشحات وبعدين بالفتوح هنا مش مش لازم تعمل الزحمة دي انت بتعمل لنفسك افتحها مساحة عشان تيجي تستلم في الفاضي انت ما تشغليش يعني هو البداية عشان اعمل الباص وانجح في الباص بي بقولك يا عادل طبعا اللقط اللي جيبها ازا جاله دي طحفة يعني وسامية انت عادي في حل الكرة دي ايه؟ تروح احمد يا مفتوح تحلها لازم الحالك تروح ده لافف كده مرجع الكرة للوينش والوينش تاخد اللعبة كله وكله تحول ناعة الشمال لو عبو فتوح زي بتكلم انت يا اسلام لكن انت كمان مساعد يا عادل بحسين دامم جوه شوانا بص كله دامم وبعدين كله ساغل نفسه بالكورة يعني دي برضو غلطة ان كله بص عاد كل العيون رحم فين عشان مش فيديو يا كابتن علاء بص روه مش عشان فيديو انت بتتكلم على تغيير الملعب لا مو دا عايزة حدي يطلع من الزحمة دي يا واب حدي ايه ما تغيرتش لا انا موفق عشان تطلع من الزحمة دي انت الاول ما تعملش الزحمة دي حصلت اللي انا بقول عليه ايه؟ حصلت ما هو دا عدم الانتشار الجيد بيقدل دا انت لو عامل الانتشار الجيد بتاعك هتلاقيك منظم ومنتظم في اللعقة يعني هتديك مثال لو الكورة دي تقطعك هتبقى خاطر عليك في لحظة واحدة لانك انت مش منظم لو انت ما هي دي وانت مترا وانت رايح تجيب جون او رايح تهاجم ازاي تعرف تدافع حالة تنظيمية دي انت كنت مفيش حالة تنظيمية دي كانت عندهم هم مش عندي نعمة هم دا حقيقي كل واحد عارف الحتة اللي بيشتغل فيها فين وراجل الفري خالص اللي احنا بكنا بنتكلم عنه لايه كان راكم ستاشرة دا لعيب هاي الكم ستاشر واحداشر وتسعة دول هم التلاتة دول التلاتة دول منهم الحالة التبادلية والتحررية اللي عملوها في الملعب هم اللي عملوها كلا فيها دا حقيقي انت كل كورة كانت بتبقى بيننا وبينهم كانت اللعيمة بتاعتك بتتوسم ان اللعب بتاعك هو اللي حتفوق ما كانش بيحصل انت عادك بشير في النهار دا كمان منفرج امورا تحس ان هم اللي بيلعبوا مع الهمش تغوط ايه انت حس ان هم هو دا هو دا استفهمني يا اسلام مش مضغوط الحكاية حلوة في رجلينة اه يعني احنا قاعدين النهار دا حاسين ان كل واحد بيقول فهم لا مش حسنا هو مش مضغوط هو مش مضغوط هو بيلعب بحرية لا في واحد استوبر جات له كورة شفت للاسل كورة جات له ام جاي عمل كده موقفة على سدل ومنزل وعمل ان هو ورقص ايه عفر بصة بص والوضع كمان الناس دي يعني بتستمع باستمتع بكورة الحاجة الحلوة مع كورة القلب في الاخر استمتاع على باستمتع بكورة هم النهاردة بيستمتعوا مفيش دخطوط عليهم فعشان كده شكلهم يا كابتن دا بركات مكاشر بركات ما الشكل ما هو السورة على لعيب الكورة لعيب عندك واحد على واحد لعيب كورة لا استنى الكلمة دي لعيب كورة لعيب كورة اللعب برا لا لعيب لعيب بتاع واحد واثنين وثلاتة وزيادة عددية وفردية عنده كورة في الماره زي ما انت عندك كورة زي ما انت عندك كله اعطين عندك كورة بيتمنى هو بيتفرج انه يلاقيها انا مسلا واحد من نتناف احيب اخذ الكورة يروح على واحد واثنين وعدي وعمل عرضية او روح على الجول انا ببقى بتاع يعني بتوسم ان اللي هلع في حتتي دة بيعمل كده فين حتة اكسجين جاتلي لما رمضان نزل وبتدى يعمل الضغط بالجسمان البتاعه الحاجات دي وبرضو لعبة مش قادرة. بس برضو. يعني طيب خلينا روح للتغييرات. ما هي برضو التغييرات النهاردة كانت بالنسبالي يعني انا بنزل عبدالله السعيد ومخلي مجد يقفشة. وخلي محمد مجد. يعني عارفة كتن برحوز بكل طاقته. ايوم انا بستحوز. ايو بس الاتنين ما بيقعوش. لا بزبط. ما انا باخسر في حتة تانية. ما هو لازل فتح في ديئة اتنين وتسعين بقى. مينة. حمد فتح. حمد فتح. دي انا بقى برضو. الله كنفقونهم جميعا اللي عالين لك التغييرات. فتح ده لازم من اول من ديئة سترة والكده بقى. ديئة ستين كان لازم فتح. التغييرات كنا متكلم عليها. اللي انت غيرت الاتنين الطرف. اللي احنا كنا من اول الحوار واسلام بيقول احنا الاطراف كالضعيفة. انت غيرت النهاردة طرفين. اه الشحات وزيزو. انا ما شفتش بار محمدي واحدة قدامه بعد نصف ملحب. ولا ولا ولا. ولا واحدة. احنا في حمل اول واحدة بس. باهر. باهر باهر. ولا واحدة اسلام. بس. بتاعته انا. ده انت كنت تلعب احيان من الجزئي كنتو بشوفه. بتعدي النص وبتعملها. كابتن شريف. هو مرحش اتكلم عباهر. كابتن شريف باهر معزور. هو اسلام عشان ده ما كان. خلي بالك اتنين. باهر باهر طول لعب مع الاسمائلي بلعب. بلعب سكوبر حتى هو حتى وطريقه بيغفل جوة. بس في نقطة. هو باهر لما لعبها مع كوبر. اللاعب تلاتة فلاتة هو باللعب ناحية المين. اه. لعبها ناحية المين. هو بيلعب عن البقرايد بصيغة. بصيغة المساك. لما كون تلاتة. مش بقرايد السرعة. وخلي بالك هو برضو كابتن عسام اتطر ان هو يعمل. لما خلينا برضو نتكلم عالجاب الاخر. ان اصابة لقاش عمر جابر ولا لا. اه. اكرم. 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 عمر اللي اتنين مش موجودين ومصابين امباح. مش النهاردة. ما انا بقول لك. انا بقول لك حل باهر يا اسلام حر اضطراري. اه. حل باهر الزبط. ما اقدرش هلومه في حل باهر ما فيش غيره. يعني انا جاي باحما التوفيق امباح ما انفشش تلعبه النهاردة. اه اكرم اتعوض. ما عندناش. احنا ما عندناش لوم الحقيقة. الرجل عارف انه هيقابل الواقع ده. اه. وعارف ان اللي جاي وقع مرير اكتر. وعنده مشاكل. انا بس ارجع لنا الحتة دي وسريعا كده اه انت دلوقتي. يعني انا تغيلة ايمن اشرف معلش يا كبتان عالي. تغيلة ايمن اشرف. هو نازل ايمن اشرف ليه? من دلوقتي. من دلوقتي. انا بقول لك ايمن اشرف. عشان يلعب بناك. طبعا. طبعا. مش هيلاعب احمد ايمن هناك. طب بس انا اللي انا عايز اقوله دايما بقوله في حتة مدرب المنتخب ومدرب النادي. مدرب النادي انت تقدر تلعب بالسيستم بتاعك على حسب قماشة اللاعبين اللي عندك. مدرب المنتخب تلعب بالسيستم اللي انت عايزه. يعني بالمعنى اه يعني بالمعنى الاصح ايه. مدرب نادي بيلعب بقماشة اللاعب اللي عنده. المدرب بتاع المنتخب هو اللي بيلعب بطريقة اللي هو بيحبها لي لانك انت تقدر تاخد كل لعيبة مصر اللي انت عايزها في المنتخب بعنيك انت في المنتخب انا بحب الالعب اربعة واحد اربعة واحد هنقي افضل ناس في اربعة واحد اربعة واحد في مصر السؤال هنا اللي انا كنت بقوله دايما في اوقات ومتشات تدي للجعان زي ما انت قلت عشان زي قلت على لعيبة سدق اول ماتش�데 انا موافقك اول ماتش من الجعان الكورة في الوقت الحالة يا كابتن فيه لعيبة انا عقولك حاجة انا كنت يعني لو الامر بأيدي هقلل لعيبة الاهل والزملك في الملعب النهاردة بس ليه عشان الاجهاد الكبير ويمكن اقلل لعيبة الاهل النهاردة. بس هو محتاج الخبرات دي عشان اول مباراة. ما هي برضو الله يكون فعلا. هتسمع ازاي? هي حزبة عادل. انت دايما انت بتاع مكون حساباتك ايه? انت عايز النهاردة الثلاث نقاط. زبط. ممكن الاداء مش حلو وهو كابتل حسام اتكلم فيها. ودي حاجة ممتازة بالنسبة له. الاداء هيجي. لكن انت لو قدر لو خسرت النقطة النقطة بترجعش تاني. يعني انت لو. لكن الاداء هيجي. انا سعيد ان هو اخد التلاتة ممكن. انا هو بتكلم على ايه كابتل انه هو لو انت بنفس الفكرة او الفكرة اللي في دماغك ان هو يلعب بالشكل اللي حداك بتقول عليه ده. طبعا ممكن يبقى كويس جدا. دي كورة بطيخة يعني زي ما احنا عارفين. اول مفروض يبقى كويس لان ده منتخب يا كابتل الاسلام. انا مش بتكلم على احتياطي نادي. انا مش بتكلم على قيمة فيها خمسة وعشرين لعيب. انت قيمتك اضرب تلاتين لعيب في في خمسة وتلاتين نادي في مصر. مش حتى مش. لأ ما هو انت ممكن تاخد من اه تانية. احيانا احيانا بتحصل. اه بس انا بتك اه اه افضل لك اه. انت عارف لما بتتفرج كده على افشة وزيزو وحسيني الشيحات وشريفة. هما دول المطشي بالنسبالك اللي هو على ارضك اللي لازم يترجبك. هو ده. هو ده. هما راحوا باربع خمس كور اخطر منك. انت فهم قد انا بقول. هما دول اللي عندك. صح. هو اللعيبة اللعيبة مجهدة صح. وانت معترف ان هي مجهدة. لا لا كلنا معترفية. ومش هيقدر يديك. ومش هيقدر يديك الفول باور بتاعه المية في المية. اوكي. عشان كده لعب الطويلة. اه عشان كده هما بيلعبوا الطويلة بيتنفسوا الكورة وخلاص. يعني بمعنى بيلقي ضغط عليه ما بيلقيش واحد بيتحرك. فهيعمل. فهيحطها طويلة عشان يعمل. انه النورس. الاداء النهاردة من اللعيبة طبعا. لا. هو مش لايه حد على الان. لا. لا انا بس انا. انت تتكلم. انا. انا بس هتتتقد ان كابتن حسام هو اللي هو ما تلعبوش كورا طويل. مسلا. دي. اما دي. بصها يا اسلام. النهاردة ادائك في الموراة علامة تستفهم كبيرة جدا. هل اللعيبة بنفسها لعبة اللعبة الطويلة عشان هي فعل ازا ما كان عادل بتتكلم مجهدة. وحيط ان ينزل له بعض ويسترمو الكورة دي. صعبة. طب هلو حصل لعب على ارض غير اللعب. هو فوجه بلعب بفرقة انجولا يا كابتن. فرقة انجولا لما ما لقيتش صلاح وتريزيجيه موجودين في الملعب دغت وعليك في كل حد. لانه ده انا كمدير فني مفروض من واجبات اللي علي واحد نمرة واحد اترجع فريق التاني. ليش اكيد اكيد اتفرق. انا متخب مصر. بالضبط. اهو اكيد اتفرق. انا مش بدي. انا لسه سامعه. انا بل تميز لول عزلة حاجة واحدة بس النهاردة كابتن اسلام. في الاجهاد اللي احنا شفناه في اللعبة. ولكن انا قلت في البداية في مباريات بتاعة في تكتيج بتاع الاجهاد. انك انت علشان تتغلب على الاجهاد. ايه ما احنا. احنا شغالين كده بناء على الكلام اللي انتو بتقولوه. ايه كابتن اسلام عشان تتغلب على الاجهاد. اول حاجة تعملها ايه انك تلاعب الناس محتاجة انه هما ينزبطوا نفسهم في منتخب مصر. مش مخاطرة. مش هيفكر فيها كابتن اسلام. هو 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 لاعب منتخب. لا يعني عامة انا يعني لو اطافش حساسيك بتروح اسلام. ما يفكرش في بداية في بداية تصفياتي عادل. على فكرة تتكلم. اهو انت بتكلم كلام كورة وكده. انا معاك بس. انا منتخب وليس سانياتي. انا اقول لك اقول لك. انا انت بتتكلم كلام كورة انا موافقك معاك. لكن هو نهاردة بدايته في تصفيات كاس عالم على ارض هو من جوه فرحة. اه هو عايزة تلات نقطة نقطة. انا مبسوط طبعا زيه كمان ان هو خدت تلات نقطة. مش هيقدر يجازل في التشكيل زي انت بتقول. لو انها لعب لعبة هو لسه عايزة تلعب وعايزة تزبط نفسها بالنسبة له مخاطرة. هو نهاردة بالنسبة له لعبته الاساسيين اهل والزمالك موجودين. هو الى حد كبير متطمن. انت في كل الاحوال انت حصل من انجولا. مهما ان كان. اكيد لو لا قدر ولا كان دخل فينا جون كنت هتلاقي اللعبة. بالزبط. مش ع حجد ديافين. ده كابتا. من كارتة شريف قاعد ومربع وتعمى. ما هيقولك كتلع فصل ده. مش واخد عليه كده. الله العزيز. طلعنا فصل. مش واخد عليه كده. طلعنا. بقى انا مش واخد عليه كده. تلعنا فصل. تсли 거 متكلبوا بقى يا كابتر شريف تغييراتك. كابتن حسام النهاردة احمد اه ايمن اشرف مكان احمد اه فتوح. اه عبدالله السعيد مكان احمد سيد زيزو. محمد اه حمدي فتحي مكان مجد افشة. وحسين رمضان صبحي مكان حسين الشحاد. هو توسم شكل معين في بص الملعب في الاحدياس اللي حصلت كلها في شوت الاولاني. مم. حاب بان هو يمسك نص ملعبه. مم. حاب يعمل تدعيم في ناحية الشمال بدل الاطراف اللي احنا كلنا بنكلم معنا. مم. فخلى الرمضان صبحي توسم بالسرعات انه لو حالته المدنية تقدر تديله تلاتين دقيقة وخمسة عشر دقيقة يغير له شكل الملعب اللي هو ما تضغط فيه على طول. مده حصل ولا لا? اه اه ادلو ادلو عشر في المية. من من الاحلام. اه. اه. يعني انا خدت عشر في المية كمشاهد. اه. كم كرة راح بيها رمضان. مم. لو لو خلصت صح. مم. كانت ممكن تبقى هدف تاني. مم. اه. اللعيبة عندها تقل شوية في الكرة. مم. وعنده فكرة. اه. اللعب ده غير اللعب ده. مم. اه. ده عنده جرء ان هو يعدي من واحد واثنين وعنده ان يسحب بالكرة. يهز شوية. الديفنس بتاع اه انجولا. او الفرقة اللي هو بيلعبها. مم. هو بينزله عشان كده. اي. نزل عبدالله عشان يمسك كرة في وسط الملعب. احنا كلنا قلنا طب ازاي خلى افشا وخلى. عبدالله. خلى عبدالله. هو عايز يمسك كرة باي شكل. عشان كده خلى ده وخلى ده. طيب. انا بفكر ان هو فكر كده. مم. انه ممكن ما كانش يفكر كده خلاله. كممكن افشا هو اللي يطلع وينزل عبدالله. عادي ويقوي اه حمدي فتحي بنص الملعب. زي ما كنا من. تغيرة حمدي فتحي دي بالنسبة لي برضو يا كابتن حمدي ملمس الكور. اه. لكن. ممكن يكون تحضير المطش الجاي معرفش ليه. لو حدر حد يا اسلام. على اهل اسبوه في ملعب يعني. اه يعني عامل اشرف انا متأكد. اي من اشرف انا متفهم معك انا عامل اشرف هو اللي هيبدأ هناك. لو اه. هيبدأ هناك. انا متشاطر خارجي اكد اي من لكن حمدي فتحي ملحقش. لو انا عايز احضر اسلام بورال القادمة. هتدي له ربع ساعة لقل. هالقل ربع ساعة. يلعب يتحرك يجد لكن هو ملمس الكورة حمدي. اه. وواضح ان كابتن حسام كابتن عادل كان عايز يطلع بالمطش بالتلات بالتلات نقط. شايف حالة اللاعبين. وهو قال كده في المؤتمر الصحفي. ان هو شايف حالة اللاعبين مش مش فت مية في المية. وبالتالي هو كان اهم حاجة بالنسبة له. وده يكون. وده مقبول. طبعا. وده مقبول ان هو عايز ياخد التلات نقط. ما هو انت مش هتفتكر الا التلات نقاط. لان احنا سرع تلات نقاط هيجي في الاخر انك انت تبقى اول مجموعة. لانك انت بتلعب على اول مجموعة. على فكرة المجموعة. بغض النظر انا اسمع اسماء البلاد اللي معاك. ولكن النهارده النتائج. اه ليبيا النهارده كسبان اتنين واحد. اه في اتنين و سعين. اه الجابون. اه كسبة الجابون اتنين واحد. بقى ثلاثة بنت. وهو الاول. بس هو عنده جنين. وانت التاني بهدف. والفرقيتين التاني. التانيين اللي هيلعبوا على ملعبهم المباراة الجاي. هيا دي النقطة. هيا دي النقطة يا كابتان شريف. انت الماتش الجاي رايح تلعب الجابون. والجابون خسران من ليبيا في الدقيقة الاخيرة. والجابون لو لو خسر. انا بقول ان ده مفتاح البطء. يعني مفتاح ان شاء الله الصعود. بريدج. اه. المباراة اللي جاي. اه طبعا. لو ربنا كرمك في مباراة الجابون وقدرت تكسب اعتقد موضوع كويس جدا. لو ربنا كرموا بالتدعمات. واللعيبة تقدر تاخد راحة لغاية. طبعا الغيات دهوقتي مش عارفين. اه. تخير? يعني. مش عارفين محمد صلاح. عايجي. لها الغالب صلاح جاي. وانني. لها سبعين الغالب. لكن تقدر تجزم ان محمد جاي? اجزم لا بس يعني النسبة كبيرة قاوية. ما اشكبش. النسبة كبيرة قاوية هي موجود. بنتمنى نكون ارضية الملعب كمان تواكب ارضية لندن. يعني صلاح ما بتلاقي فرص بيجري ويعمل واحد اتنين. ما هو برضا ممكن لعب صلاح وما يمسكهاش. ممكن صلاح يفضل يجري. شو مهم? عارف وجود صلاح في الملعب ويعمل للعمق اللي هون. بياخد العيل. اه. بياخد اتنين على العيل. يعني انا وانا ما خايف عليه برضو. يعني بنفس الشكل يعني. طبعا. طبعا. وانني طبعا انا النهاردة اشتاقتله في الملعب. يعني كنت اه بدور عليه. مع ان كلهم زي بعض. مع ان ساعات بيبقى موجود. وبقى في المتشاط الخارجية خصوصا. مم. وما بلهوش. وزاعات ببقى محتاجه. آآ يعني فيه تناقض. وبالعبش دلوقتي مش كده. لا لا بيلعب نص ساعة. يعني بيالعب. ونازل لما اترد زعيبا. يعني زي ما انتو قلتوا الفرقة خلاص انتو انتو حطوتوا الفرقة او احنا عادي. لا اي من قشف راحت شمال. ناحية المينة عاكون عمر جابر رجع. او اا. لا اعتقد من ظاهر الاقرب. او اقرب. انا على حسب يعني عشان اللي ما تقولش هيلعب اتنين وربعة. او خمس ايام وفيش. ما تقولش هيلعب فتحه ايمن اشرف وربعة. لا لا لا. لا لا مش مش هيمل كيف. انا بقولك انا بقولك من دلوقتي. هو باهر. بقولك ايه. ممكن تبتغيير الملعب. حضراتكم طبعا يعني لو تنورونا ونعملها برضو يوم الحد. الموضوع انا بقولك ايمن اشرف. اه باك ليفت. وباهر. باهر باك رايت. اه باهر باك رايت. مش عمر جابر. لا لا باك رايت. وبعدين الوينش وآآ احمد حجازي. وطارق وآآ حمدي فتحي. او طارق والسلية. مش هتفرق. انا بشوف انا ما فيش نيني. احتمال تلاقي النيني. او النيني. اللي ملعب تلاتة في النص. اناك. اناك لدي ملعب تلاتة في النص. ليه? هو في الخارجي. يعني لو ما جاشي النيني. ايلعب طارق والسلية. او حمدي فتحي التلاتة. وهيلعب ايمان اشرف. او احمد بالفتوح. بادي خمسة. ونبقى نتكلم. ايمان اشرف. وضع متعاتسة. ونبقى نتكلم. اناك 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 معلومة هو شايفها في فيلم قديم. لا. عملت ايه? اناك اناك ايه? فيلم قديم. بقولك ايه? دي تغييرة هتحصل يا ابني تاني طايم. لما يبقى كلمة ما تحصل. ده احشان ده اخوي او عبيب من قام الجيز انا عارف انا عافظه. طب اقول لك حاجة. اللي انا قلته ده. معزم لعبت اه معزم مدربين منتقى بمصر لما كانوا اجوم يشتغلوا عملوها في مبارات كتير. معزم مدربين الدور المصري. ايمن اشرف. دايما مش مش الاسماء دي. اه. دايما بيلاعب. احنا نفسنا عملناها بعلي معلول. وعملناها ده مرة اكgre. احنا مرة استغل اللحن. احنا مش عملت اقتر من مرة. وعلي معلول. ومحمود وحيد تغيرة. انت بتستغل واحد زي مثلاة. denkうん. علي معلول لعملول. انت ابتسغل علي معلول عشان عادي الحتة الهجومية في الاخر عملتها في اخر مباراتي. اريد انت باعي تكلام لا هلore خليجت تكلام الاهل. اه. en الناتكلم ليش عني. لا يعني عملناها اخر اخر مباراتين عملناها ولعب علي معلول وكان ووراء محمود والزمالك عمالة. اه هقول لك حاجة فيه اه يعني فيه فكرة بيقولك ايه انه انك لما تحط اتنين قدام بعض في فرقة عندها طرف يمين كويس وعندها لعيبة كويسة في ناحية اليمين كدراتهم الهجومية قوية. ممكن تعمل اللي انا بقولك عليه. واحتمال تتعمل. لو لو تعاملتني بنتكلم. جماعة بعد اذنكم الشباب اللي في الكنترول بعد اذنكم اكتبوا. سجلوا النبي اه. لأ هناخد تشكيل كل حد دلوقتي ونكتب. انا الشابت معك ان شاء الله للحد. الحد. اهو الحد. ايه الحد. انا حنشوف يعني بس حتى لو مش معايا. لا انا عايز اسجل بقى الكلام. حتى لو مش معايا. اه. اه بالتلفون. اه. لا حتى لو الحد ممكن. انا عايز اسجل الكلام ده. ضروري جدا. اه ده. انا موجود متوجود انا هجب بص يا كابتن علاج. هديك حاجة مهمة. تلاتة في وسط الملعب. طريق حامل. والسلية. وحندي فتحي. لو التلاتة تواجده ممكن ما تعملش بتاعة ابو الفتح واي من عشر. اه. 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 انا بكلمك. انا بكلمك. انا بكلمك. انا بكلمك. انا ممكن اللي اقولك بقعد كده. اديك تلطوك احتمالات. اديك خمس ست احتمالات. لا مش احتمالات. واحدة. اه. 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 اوكي. اوكي. تقدر تقول لي التشكيل اللي هيبدأ بيه كابتن حساب في مباراة الجابون. انا هراهن على الستة وتلاتين نمرة. لا لا. كابتن شليف عشان ما هو. انا اقول لك التشكيل دي. اه. دايما هو كده الشناوي. والاتنين اه ما شاء الله النهاردة. الوينش و اه حجازي. حجازي عجبني جدا النهاردة واخد كل الحاجات العالية اللي جاية. ما شاء الله هو هادي وشايف الدنيا كلها. والوينش. واه ايمن قشف زي ما انت قلت. وانا عمر جابر. عمر جابر باكرايت. اه. اوكي. التلاتة في نص المنعب. لونين نجي? كويس. واه سولية. وطارق. طارق. طارق حامد. طارق حامد. ما هو يبقى النيني وطارق حامد والسولية. والسولية. سولية. زي انت بتمكن يا طارق ايه حامد يفتح. يعني هو ساعات لي. المهم تلاتة في نص المرحب. ساعات لي غزوات كده. مع نفسه. التلاتة في نص المرحب من الاربعة. بيفكر في دويته. طيب ادي الاربعة تلات. بيفتر على دويته زي مسلا ايه? فتح وسولية. ومعهم النيني. يعود طارق مسلا شوية. اه. وطارق ما هو موجود. تستغنى عن مين بقى في الوردان? فين? في تلاتة تستغنى. احنا كده اربعة تلاتة فاضل. اربعة تلاتة تستغنى عن مين? هتستغنى عن نازيسه هو اللي استغنى خلاص. هيستغنى عن مين هلاب الطرف? من هلاب الطرف? وامحامد ماجد الاب الطرف? يا ملعب عي مين. عشان كان فاشل مع ما ماتش فيه حاجة خلص. لا لا لا. من اسوأ. 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 دعي لعبها. اسوأ فترات محمد ماجد. دي حقيقة. ما كان بلعب ناحية تتميها عن نازل. حر بقى يوم زي ما هو عايز بولا حر. حر. ماشي. فضلك. ماشي. اه. 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 افشة مع التلمين. واحسين. واحسين. وشريف. وشريف. مش مصطفى. لو يريد مصطفى. ده انا لو انا. هقضت قدامه مع افشة. ومصطفى وشريف. ده ومصطفى معا. لو هو بيفكر ان ياخد ستة. ستة نقاط. اه. يعني اربعة تلاتة واحد اتنين. بقى يعني الفرقة بتاعتك. اربعة تلاتة واحد اتنين. حلو. قولنا الربعة تلاتة واحد اتنين تلاشانات لغبط. خلاص هم ااخد تلاتة للمغبطينك. انت جبتلي مصطفى متشاكر او بشكرك عليه. اشوف. جنب محمد شريف قدام. وابشة النص. واريت حسام يبقى بتفرج عليك. والتلاتة الستارة بتاعته. حلو. وقابلني لو حد عدى منك. يعني. يعني عندك التوازن الدفاعي. واحد اتنين. الهجومي. اربعة تلاتة واحد اتنين. وده فكر كبير قوي. طبعا. واضح. اتفضلك بتاعي. اتفضلك. ما عنديش اه ما عنديش. لا اقول لي ده اشكيل. ده ما عندهمش المجاسفة دول. اه. اقدم. ولكن انا في الاديم. اللي احنا اتفرجل عليه النهاردة. اوكي. خليك بالابتكار. انا اا ارطاء انا استعمى اربعة اتنين تليل. اأخذ بان. اذا انت رايح تاخد بان. هما تزعلش بقى من التويلة. اه في الجبون. ماتكلميش عن التويلة بقى اللي كده. لا لا ماتكلميش عن التويلة بقى. لما بعده عمل التويلة. أعدا هناك? يعني لو صلاح معاه? يبقى دي صلاح يمين. انا وجهة نظر. ادي صلاح بقول له. وبينهم مجد افشا. اه. انا بقول لك فرقة ما فاش صلاح. اي اتنين من الاربعة. او شريف. ومصطفى او شريف قدامه اي اتنين من الاربعة اللي احنا بتتكلم عليهم. الاخلام انا. انا مجبش. على فكرة على فكرة. على فكرة. على فكرة حامد. على فكرة حامد شريف بلعب طرف. اصلا طرف. انت ذا اني وبلعبها كويس جدا. ممكن. بس انت يبقى عندك محمد صلاح ورمضان. ايو انا. لا. هو ممكن لو انت مش عايز تشيل محمد شريف ملعب اسلام. عشان بيكمل كمال راس حربة ورا ورا مصطفى اللي بيحبها كابتل شريف. هيعملها كويس جدا. هو كابت شريف بحبها من ساعت ما انا كنت بقى. لا بقلت معنا في زمان اوي. لا هو دائما هو دائما بيفضل دائما بيفضل يعني شرب ورا جن حربة. واحد ورا واحد. ايو انا بقول لك. فدي دي لو شفت كل ناس الموجودة احسن واحد بيعملها وكان اكيد اعادة كان محمد شريف. صح. بيعملها بامتياز. انتو حاسبين ان صلاح جاي خلاص. هاي هاي هاي. هو اكبرت ان انت حاسب صلاح جاي جاي. انا لا انا بقى. يعني انا بقى. انا بقى. انا بقى من غير صلاح. يعني انا بقول فر من غير محمد صلاح. نحن صلاح لو جاي حجز مكانه. مصطفى محمد هيبقى الراس الحربة اللي هو المحطة بتاعتك. انا من وجهة نظران انا محمد شريف يعمل راس حربة تاني بيعملها بامتياز. اقولنا كيف. وعند السرعة. وبيعافي اعملها سيعملها نكفر جبل. ممكن يعني ما عملاش. بصها كبت. هو على فكرة انا قولك ايض دي. ايض دي ايض ايض يا زمية. لا 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 لا. ايض يا زمية? ايض يا زمية. لا لا لا. ما يرفعش ايض يا زمية. التاني او لك اول اتنين حيقولهم محمد ايض ا اشرف. لا. والمالين اللي لأ. طيب البكت. ايض يا سمير دي. طب انا ممكن اقول الحاجة بسرعة. اه. طب انا ما احنا عادين هو ان شاء الله يعني انت هتكسب مبورات خادمة. يا رب ان شاء الله. لان خلاص. واسهل من النهار. طيب. ايضا. 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 ايضا يا سمير. مصطفى محمد ومحمد شريف واحد منهم هيبقى في الملعب بس. اوكي. دي رقم واحد. ادي رقم اتنين. اه. لا يلعب. انا مش هقول بقى التشاهد. لا يلعب? لا يلعب تلاتة فوس الملعب دي. ما اطلع فوس او تلاتة. اتفعد شوو. ما معانا عادل عبدالرحمن? هتشوف. هيلعب بباهر ويلعب باحجازي. وهيدخل واحد تلت فوس الملعب لوينش. لا اطلع يا فوس. اطلع. اطلع. ولو ما لعبش كده هنتكلم من الحال. كان سريف. كان معايا كان معايا عادل عبدالرحمن. هتشوف ان بعد الفصل ده مش هنلاقيه. هنلاقيه في الجابون باذن الله. بيقول له بلعب ازاي? كابتنا عليها ما يهوب. اطلع. لا. اطلع فصل لسا. اطلع فصل وحننجح نتكلم عن الاهلي. في ديافتو كلنا النهارة. اهلا وسهلا بحضراتكم مرء اخرى عزائي المشاهدين اللي هي قبل بس ما نتكلم عن النادي الاهلي ووجهة نظاركم في النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية. اه مهم جدا برضو لانه هو يعني هتلينا الصورة سبيل لو سمحت برضو عشان كابتن شريف تحديدا عايز يعلى على الصورة اللي احنا على ايش في مصر كلها اللي انا. اهو. انت اللي قولت عايز تعلق. ايه? حال المباراة وباين على وشه. ده مش مباراة تمرين. تمرين? ده تمرين. حال التمرين باين على وشه. يبقى كانوا حسين باللي هيحصل. اه. براكات مركز اوه. اني الادورة اتعكست يعني يمكن. احسام هنا بيضحك. بشوش شوية هنا براكات اللي ماله عمل كده ليه? عكس كمان براكات فلشوية دول. مش عارف. وبعدين وشه. يلا. خلينا نشوف الدنيا. خلينا 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 نروح آآ براكاته العمر مقبل على الحياة يعني. طول وشه بيتك على طول. مسئوليات كبيرة واضح. اهي دي. بجد والله. لزا اتكلم والله. واضح ان فينا مسئولية. يعني واضح ان مسئولية كتير جدا على براكات. في الملعب انت بتطلع كل همك. طلع كل همك بكورة. اه. برا انت مدرب بتحرق دمك. عايز تنزل تلعب برده اكيد يعني. قبرة عايز انزل لالعب. مضبوط. كبتل شريف الاهلي وصفقات الاهلي و اه موجهة نظركو فيما حدث من اه صفقات وايه ايه اللي هيحصل من وجهة نظرك للمسلم القادم وصف الإسلام أي حد في العقلم أو في الوطن العربي أو في أفريقيا بيتمنى أن يكون بيلعب في نادي الأهلي أوكي وبينتهي حياته مع نادي الأهلي لأنه بيبقى عنده ثقة أنه لو أدى 70-80% من أداؤه هيبقى فيه بطولاته هيبقى فيه تاريخ وهيبقى فيه كل حاجة يبقى نرجع أن النادي الأهلي بيضيف لأي حد بموجود إذا كان مدرب كان لعب إذا كان عامل جوه الحكاية كان مسؤول أي حد النادي الأهلي دايما هو الشكل والواجهة والمؤسسة اللي هي بتدي النجاح دايما وبيشتغل على كده ما عندهمش الحاجة تجاجة ماهرهم بلير هو ده تمام فأي حد بيشتغل في النادي الأهلي وبينطقي أو بيجيب حد يجي يلعب أكيد بيبقى في معايير زي ما أنا كنت شايفك بتتكلم قبل ما خش في معايير بتتوافر في اللعيبة اللي هي بتبقى لابد أن تتواجد في تيشيرت لعب في لعيب بيجي بيبقى هايل وبنتفرج عليه كل حاجة شخصيته هو وأداءه وتوفيقه في قصة المجموعة اللي موجودة المنطقة اللي هي بتبقى من اللعيبة اللي موجودين زو خبرات والتدعيم بتاعهم في الأماكن اللي هم جايين لعبوا فيها اللعب دا لازم بقى هو صاحبه وهو جاي شخصية كوية جدا يقدر يحطها في الملعب زي ما على أقل قال لك هننزل بتواسم إن الراجل دا حيجي الديني لعبي كويس في ناس مش كل واحد أنا على هواء يعني هقول أنا كنت أعز فلان دا أنا حسام حسن وشادي حسين أقول لها لك يعني واحد يقول لك أنا بحب شادي حسين واحد يقول لك أنا حسام حسن في معايير وفي حاجات احنا نبيجي أن نختار لعيبة معينة كل واحد عارف ومدير فني مسؤولة عن القصة دي كلها طبعا مؤسسة كاملة مسؤولة عن الاختيارات البتاعت إيه اللي حصل في الاختيارات اللي فاتت كلها أربع خمس بطولات ما شاء الله تتويج حاجات جيدة جدا ففيه منهج إحنا ماشيه فيه موجرة بنستلم منه كل الأداء وكل الإمكانيات اللي هي بتحصل لأي لعب جاي مع ليه غير إنه يندمج بسرعة ويفهم منظومة الملعب الأهلي ماشية إزاي وما قدرش أحكم أنا إسلام على أي لعيب بعد كل اللي شفناه دا بقى كله واللي بنوفره كل اللي بتيجي غير لما شوفه في الملعب قدر يعرف إمكانية اللعب مع النادي قال لي شكلها إيه ويزبت ويتواجد فيه لعيبة جات لي زي الفونة لو تفتكروا الفونة وراح ويبعناها لعيبة كتير قوي كل ما بنشوف بالله فيه لعيب فيش لعيب جيد نادي قال لي ما عملش بصمة إنما البصمة الكبيرة لنفسه هو اللي بيزبتها تمام تعاقد معهم النادي الأهلي حتى الآن مش عارفين إيه اللي ممكن يحصل الأيام القادمة أربع صفقات من العيار الثقيل كلها صفقات كلنا شفناهم بس اللي عارف اللي امتابع كرة قدم عارف كويس ميكي سوني احنا عارفينه كويس لأنه داعب ضدنا حسام حسن كلنا عارفينه وكريم فؤاد كلنا عارفينه إذن أربع صفقات مهمين جدا أول ما تم الإعلان على الأربع صفقات كريم فؤاد جمان أول ما تم الإعلان عن الأربع صفقات فوجئنا في نفس اليوم إن طاهر محمد طاهر حيمشي وإحسن الشحات حيمشي وكهرباء حيمشي ومين تاني بيلعب نحق وقجريم تمام وبقية الناس اللي موجودة آه ما وفي ناس طبعا لازم حتمشي لكن في النهاية هل من المنطق ومن العقل نحن نتكلم عن أسماء كانت بتلعب بنسبة تسعين أو خمسة وتسعين في المية من المباراة؟ لا من في الكلام دول هل من العقل لكن مش من العقل نتكلم مثلا على واحد زي طاهر وفي الكلام واحد زي كهرباء يمكن بوليها خلاص لأنك تجيب تنين أفاركة تاني أجاييه بعد رجوعهم العملية وكون عنده وزن زي داوي واضح إنه هو مش قادر يرجع فرمت أجاييه بس أجاييه كان لعيب كورة إسلام طبعا هيل طبعا فهو دا الواضح لكن ممكن كلام بيتسرع بيعملك شوية شوشرة على طاهر على كهرباء لكن طبعا الناس دي موجودة والناس دي لعب كتير قوي زي من انت وحسين بخفوص الأفاتر الأخيانية الحسين كمان غريبة جدا بتكلم على الناس أنا بتفع معك تسعين في المية من الموسم اللي مش طبيعي السنة اللي فاتت لعبوها فأنت بتتكلم مع مش كل الكلام اللي بتكتب أو بتقال مجرد كلام وخمس يا كابتل انبالح جالي كمية أسئلة على الموضوع دا طبعا غير طبيعية بالظبط غير طبيعية على طاهر وعلى بدر بنون بزبط يعني أنا فجئة لأ وعلى لسان موسماني أنا مش عايز بدر بنون انت بتحذروا بدر بنون دا ما شاء الله الموسم السابق ممتاز من أكتر اللعيبة اللي انت لاشتريتهم وأثبتوا كفاءة في الدوري المصري تحاسن هو موجود في الدوري المصري بتديك أمان كويس قوي طريقة لعبه ممتازة بالنسبة لك راجل لا شكله كده ليه أداء مميز في الملعب فالكلام دا كله كلام بيتقاله خلاص لكن صفقاتك أربع صفقات ممتازين كريم وأخيرهم حسام لا أنا مش شايف انهم صفقات ممتازة وتدعيم انت محتاجه ودائما محتاج انك بتجيب لعيبة عايزة تلعب دائما حيثة المنافسة اسلام عايزة توصل لأحسن حاجة دائما متعودين عليهم احنا في الأشبال دائما عندك منافسة في فرقتك منافسة لو راحت من فرقتك انت هيقع عليك ضرر كبير قوي لكن طول ما الاسلام بيلعب وعارف انه وراء عادل بيقلع مش عايز يقعد عايز يلعب نفس الكلام حيثة المنافسة موجودة ومنافستك انت مش جايب لعيب اسمه خلاص انت جايب نجم في حيثة ان انت دائما الآن ان مكانك داي يروح بينك دي أحسن حاجة في كرة القدم انك عامل منافسة منافسة خوائي جدا مع نجوم كل واحد نجم في مكانه في الآخر انا اللي هبقى مدير فني كده ودي أحل حاجة في الدنيا على فاكرة حاجة ما تزعلش هبقى هقعد كده وشايف فرقتي وكله بتنافس وانا مبسوط عند الحرية اختار احسن مدير فني بادور على العين مش لقيه فطبعا بالنسبة للنادي الآن صفقات ممتازة وان شاء الله يا رب يندمجه بسرعة مع الفريق كابتن عادل ايه المخلوب من الموسماني في الموسم القادم اه 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 دخل اربع اخمس بطولات خدم منهم اربع عخص بطولة واحدة او خمس بطولات يعني عمل انتك كويس انا من وجه تنظر يعني انه عمل انتك كويس قوي لكن المهمة في الوقت اللي جاي يعني انت انت خسرت الدوري في يعني ممكن نقول ايه جهد ممكن نقول عدم توفيق ممكن تقول عدم خسرت الدوري اتقن من لعيبها في اخر من المباريات لكن هنا المهم الحاجة المهمة قوي اللي انا من وجهة نظري التدعمات دايما بتبقى من وجهة نظر المسؤول عن التاكتكس اللي بيعملوا احتياجاتك ايه بعد السنة اللي انت شفتها عندك كان طول السنة ايه الاماكن اللي كانت مصدعاك او ايه الاماكن اللي انت ما كنتش بتكسب بها كويس او ايه الاماكن اللي انت الاداء بتاعك بتحليلك لاداءك كان التحليل اللي يبقى قليلة فيه ايه أنا شايف أنه التدعمات الجديدة بتاعت الناس للأهلي كانت في الاحتياجات الحقيقة حتة المنافسة اللي احنا بنتكلم عليها وكابتنا عليها يتكلم قال ده حاجة حلوة قوي للمدرب أن يبقى فيه منافسة فبتبقى المنافسة اللذيذة للمدرب اللي هو عايز ياخد منك أعلى حاجة ممكنة وأحيانا المدربين كتير قوي بيستخدموها كتدوير كمان لما تنزل لعيب كويس وتطلع لعيب وتنزل برضو لعيب كويس قوي والاتنين قد بعض وكويسين زي بعض يبقى أنت عندك فرصة أنك موجة تكسب والموجة التانية تكسب في الآخر اللي مكلوب من المسلماني حاجة مهمة جدا أني إحنا نادي كبير زي النادي الأهلي والنادي الأهلي كده برضو أنك أنت طول الوقت ما بتفرحش قوي وما بتهديش الدنيا قوي مش خسارة الدوري تخليك أنك أنت عاوز تماشي ده وعاوز تماشي ده وعاوز تماشي ده وعاوز تماشي ده العقلانية وده الفرق ما بين الأهلي وما بين أي نادي تاني العقلانية في المكسب لما بتكون كسبان بتبقى هادي وبتفكر كويس ولما بتكون خسران ولا خسرت انت استخدامك او تعديلك لفرقة بيبقى بعقلانية ما بتبهدش الدنيا لان اكيد الكبات انا عارفين لما في مدربين واكتر من الناس في مصر بيحسر كده لما بيخسر تلاقي هادد الدنيا ومغير سبعة ومشي عشر لعيب ومشي خمس عشر لعيب هو الهدوء المطلوب منه انه قيمة النادى الاهلي يتدعى في الهدود اموما شرفتونا ونورتونا كابتن شريف كابتن علاء كابتن عادل يعني استمتعت جدا واعتقد ان الجمهور استمتع بوجود حضراتكم النهاردة كلام محترم وكلام مهم جدا نتقال النهاردة سواء عن انتخبن الوطني او عن الاهلي فبشكركم على وجودكم معنا النهاردة وان انتم شرفيني النهاردة في جهة الكبير شكرا جزيلا اننا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله ان شاء الله التقي مع حضراتكم برضو يوم الحد القادم هنشوف المباراة الساعة كام هتبقى بعد المباراة او هنطلع في معادنا بالليل ان شاء الله لان طبعا مباراة منتخبنا الوطني هتبقى مع منتخب الجابون ان شاء الله يوم الحد فان شاء الله كل توفيق لمنتخبنا الوطني في مباراته القادمة الهمة جدا انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الحد في حلقة جديدة من البيت الكبير شكرا